بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الأعزاء أساتذات الكرام إن شاء الله كام تكونوا بخير وإن شاء الله كام تكونوا على خير اليوم سوف ندخل إلى حصة رقم 35 من سلسلة الحصة التفصيلية في المادة الهندسة الكهربائية في هذه الحصة سوف نتطرق إلى العددات التصعودية بدورة ناغصة مع أربعة تمارين بالتفصيل المميل شعارنا الهندسة الكهربائية مجانية للجميع إن شاء الله وبإذن الله سوف تصبح أبسط من بساطة بسيط تلاميذ الأعزاء فاصل ثم نواصح تلاميذ الأعزاء لمن يريد طباعة هذه السلسلة رابط هذه السلسلة موجود في صندوق الوصف ومن لديه برنامج قاركي أور يقوم بمسح هذا الرمز لينتقل إلى سلسلة بي دي اف مباشرة طلبة الأعزاء لمن يريد تواصل معنا يتصل بنا عبر منصة تليجرم الرابط في أسفل الفيديو ومن يريد أن يصبح متميزا في المادة الهندسة الكهربائية أنصحه بتنزيل تطبيق المجاني G20 تلاميذ الأعزاء في الحصة الماضية رسمت لكم مخططاً وهذا المخطط على شكل ملخص للعدادات وعرفنا في الحصة الماضية العدادات بإنجاز قلابات وبدأنا بالعدادات دورة كاملة وش قلنا؟ قلنا عدادات دورة كاملة هي التي ترديدها ينتمي إلى ثنين قواء ومن بعدها وش صممنا؟ صممنا عدادات تساعدة بدورة كاملة وعدادات تنزيلة بدورة كاملة أما حيثة اليوم وش رح نديره رح نديره العدادات لا تزامنة إنجاز بالقلابات بالضبط بالدورة ناقصة وش رح ندرسوا العدادات التصاعدية وش معنى تعدادات بدورة ناقصة ما خلوش العداد يكمل دورة تاوي وهنا وش نستخدموه نستخدموه المسح الجامعي باستخدام ما داخل الإرغام كليل انطلاقاً من عملية المسح كين نفذ أنواع كين مسح الذاتي وكين مسح الخارجي وكين مسح الذاتي مع الخارجي وهذا رح نشوفهم كامل في حصة اليوم هيا تلميذ الأعزاء نبدأوا بعداد تصاعدي بدورة ناقصة بمجرد تشوفوا العنون هذا تسألوني السؤال وتقولوا لي أستاذ وش معنى تعداد بدورة ناقصة إذن إجابة بكل بساطة وش معنى تعداد بدورة ناقصة هو العداد الذي ترديده لا ينتمي إلى سلسلة أرقام اثنين قواء أستاذ ما فهمت الشرك تقصد بكل بساطة هو أن لا ينتمي إلى ثنين قواء وش معنى تارك زمع يمليح مثلا رقم ثلاثة رقم ثلاثة لا ينتمي إلى ثنين قواء أعطي لي رقم ثنين أسع عدد طبيعي يعطي لي ثلاثة ما كانتش إذن هذا رقم وش نسميه نسميه عدد بدورة ناقصة إذن هذا عدد تارددو الثلاثة كيف يحسب يحسب من صيفة واحد اثنين وكي يجي يوصل رقم ثلاثة لازم نتخلص منه عن طريق مداخل إرغام كلير عن طريق مسح الجمع عدد دورة ناقصة مثلا رقم ستة مثلا رقم سبعة رقم تسعة رقم عشرة مثلا رقم حداش ثلاثة أربعطاش خمستاش المهم رقم الذي لا ينتمي إلى ثنين قواء أعن لو كان نقولكم أربعة أربعة هنا وش يولي يولي عدد دورة كاملة لماذا أربعة؟ لأنه ثنين أس ثنين يساوي أربعة كين رقم ثنين أس عدد طبيعي ثنين يعطي لي أربعة إذن عدد دورة ناقصة هو الترديده لا ينتمي إلى سلسلة الأرقام ثنين قواء أين بكل بساطة هيا تلميذك الأعزاء أرواح نصموا مع بعض عدد ترديده خمسة إذن خمسة هل ينتمي إلى ثنين قواء أين لا ينتمي إذن معنات دورة ناقصة وهذا الدورة ناقصة هذا الخمسة لو كان نحاوله بنظام ثنائي رقم عينيك خمسة بنظام عشاري كان نحاوله نظام ثنائي وش نلقاه فيه واحد صفر واحد ولكن نخدم عدد ترديده خمسة يحتاج ثقل لابات ولكن نركب ثقل لابات رقم عدد ترديده خمسة الإجابة بسيطة إذن عدد ترديده خمسة وشهو أجمع هو عبارة عدد تصاعده بدورة كاملة معنات أول حاجة نصم معدد دورة كاملة بما أن هذا فيه ثث أبيات معنات ثنين أسطلة ترديده ثمانية معنات نصم معدد ترديده الثمانية مضاف إليه بوابة منطقية هذه البوابة منطقية وكتي تتولي يتمد واحد منطقية يوصل إلى رقم خمسة فقط بوابة منطقية في هذه المتوسط سوف تتوصل إلى رقم خمسة تمد واحد منطقية إذا ما ما نقوله بدورة كاملة ومنضاف إليه بوابة منطقية هذه البوابة منطقية مخرجها لديها كي توصى إلى رقم خمسة التي تعمل على حذف رقم معين اللي هو خمسة وجعل دورته للعدد غير كاملة لا تخليش يكمل دورة كاملة التاع username وفي هذه الحالة نستعمل كل مداخل إرغام كلير ومعنى مخرج البوابة هذيك عندها رقم خمسة باش نربطه نربطه بكل مداخل إرغام كلير لكل قلابات فقط لكل قلابات من أجل حذف هذا الرقم هذا هو العداد ترديده خمسة هروح نخطمه مخطط مبسط لك إذن عداد ترديد خمسة ماذا يكافئ يكافئ عداد بدورة كاملة ترديده ثمانية فيه ثلث قلابات هذا العداد دورة كاملة وش نزيدونه نزيدونه بوابة منطقية والله بوابة شرط نهاية العدو هذه البوابة هنعرفوها باليديمة هي بوابة الضرب هي بوابة الضرب هذه البوابة المنطقية اللي هنزيدوها تتوافق مع رقم خمسة معانتها تتغير غير في الرقم خمسة ديما تسوي سيفة سيفة كي توصل خمسة تولي تسوي واحد منطقي صحي إذن هذه البوّبة مربوطة بالمخارج من بعدها نشوفها مش مواد المخارج والمخرج التعالي البوّبة هي التوفيقة التي تحقق 5 والمخرج تحت البيض منطقي منطقي يتحقق رقم 5 لتبدل واحد منطقي الواحد منطقي يجب المستوى الأدنى إذن مخرج البوابة هذا شو نزيد لها؟ نزيد لها بوابة نوت لماذا؟ لكي يتوافق المخرج البوابة مع المسح الجماعي الذي ينشط بالمستوى الأدنى إذن تولي هذه البوابة من فيها جماعة ما تقلقوش كل شيء أيولي سهلة رأنا نعطيكم وش معناتها عداد بدورة ناقصة فقط إذن وش نقوله في هذه الحالة؟ نقوله هذا وش هو عداد تصعدي أستاذ كذا عرفته تصعدي؟ لأنه العداد تصعدي يحتاج المسح فقط لو كان هناك A slash B وليه slash process إذن هذا يحتاج الشحن اللي يحتاج الشحن هو عداد تنازلي اللي يحتاج مسح هو عداد تصعدي أنا وش حن ذرا جماعة حاب نفدم عداد تردد خمسة كفاءة خمسة يحسب واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة كي يوصل خمسة لازم يتمسحوا القلابات معناتش كل يحتاج المسح هو العداد تصعدي بدورة ناقصة إذا مش نقوله هذا عداد تصعدي أستاذ كفى عرفته دورة ناقصة؟ يحتوي بوابة ساط نهاية العد وإن تلقى بوابة مربوطة بالمخارجة على القلبات أعرف باللي هذا عدد دورة ناقصة أستاذ كيف عرفتم مسح الذاتي؟ لأن المخرج البوابة مباشرة مربوط بالمسح بمجرد أن يتحقق خمسة يتمسح ذاتيا كما العدد الثاوين يا جمع العدد الثاوين تريده ستين يحسب منصفة ساعة خمسين مجرد يوصل ستين يتمسح تلقين بدون تدخل إنسان إذا هذا سميه مسح ذاتي ولا سميه مسح داخلي من بعد التلاميذ الأعزاء بعد عرفنا تصميم المبسط للعداد تصعود ترديده خمسة مسح الذاتي حابين نعرف هذه البوابة باش تكون بربوطة طريقة بسيطة جدا وش تدير؟ إذا تكتب معادلة شرط نهاية العد وش تدير؟ هذا الرقم الخمسة لترديده خمسة حول من نظام العشيري نظام ثوني وشلقينة واحد صيفر واحد الرقم اللي جاي في الجهة الأحد هو الألسبي عبر عليك A رقم الثاني كيبي ورقم الثالث كيسي وابقى مشي بهذا أشك إذا سؤال مطروح متى يتحقق الرقم الخمسة نحن أحبين توychفون رقم خمسة بان نمسح الله العداد إذا سؤال مطروح متى يتحقق الرقم الخمسة يتحقق الرقم الخمسة لما البيت الأول يسوي واحد معندها كيه آ و معندها في وش أن نقول في والبيت الثاني يسوي الصيفر ، arkadaşlar يمر علي صيفر معنها كيبي بار صيفر معنها من في و والبيت الثالث يكون في وضعية رقم واحد ايش يمر علي كيسي إذن توفيقه وشي يجمع شرط نهاية 3 إذن توفيقه وشي يسوي يتحقق رقم خمسة لما كي آ يسوي واحد وكي بي يسوي الصيفة معتها كي بي بار وكي سي يسوي واحد إذن مشان نقول كي آ في كي بي بار في كي سي إذن وشي طبيعة البوابة هذي هي بوابة واو إذن شرط نهاية العديمة هي بوابة واو هذه البوابة مربوطة مربوطة بالكي آ مربوطة بالكي بار ومربوطة بالكي سي هذه البوابة شرط لنهاية العد اللي ما تخليش العدد يكمل العدد متاعو ما يخليش يكمل دوراء إذا نكتب مع بعض يتحقق رقم 5 عندما يتحقق K-A و K-B-bar و K-C وهنا ملاحظة جماعة كما كم تلاحظوا هذا الخط اللون الأخضر نقدروا نستغنعوا عليه إذا هذه البوابة عندها احتمالين إذا ندو المخارج كامل ندو K-A و K-B-bar و K-C-bar ولا وش ندو ندو المخارج غير منفية يعني على الحساب وش يسألك الأستير إذا أعطيك بوابة بالثلاث المداخل أربطها بK-A, K-B-bar, K-C-bar إذا فرض عليك بوابة مدخلين المخارج المنفية ما تدعش يعني تدع K-A و K-C إذا وش مقولوا يتحقق رقم 5 عندما يكون K-A و K-C فقط هيا تلاميذ الأعزاء رحوا لي بعدها إذا وش نكتبو يمكن استغناء على المخارج المنفية K-B-bar نقدر بوابة مدخلين بهذا الشكل هذا الخط الأخضر نقدروا نستغناء عليه رحوا لي بعدها جماعة هيا نكتبو مع بعض إذا دورة العدد الكاملة الثمانية لو كان نخدمه مثلا ثلاث قلابات K-A, K-B, K-C ومنذير شبابة تشرق نهاية العدد العدد كيف يحسب يحسب الصفر ثلاث قلابات يكونوا أصفار بعدها رقم الثاني وشي هو اللي هو 001 اللي هو قابل واحد بعدها رقم الثالث وشي هو 001 اللي هو قابل رقم الثاني ويبدأ العدد يحصلوا كل أرقام بعدها جي رقم الثالث اللي هي 001 وبعدها جي ربعة اللي هي 00 وبعدها جي خمسة اللي هو 001 وبعدها ستة اللي هو 00 وبعدها آخر احتمال وشي هو القلابات كامل يكون 111 وبعدها العدد كيوصل السبعة تلقائيا تلقائيا يرجح للزيرو هذا وش نسميه عدد بدورة كاملة ما أنا وش نخدم عدد ترديده خمسة إذا ما نشع نخلوه هذه الدورات تكمل دورة انتاحة إذا في هذه الحالة وشي هو عدد ترديده خمسة وين يحسب؟ يحسب من صفر إلى أربعة ومجرد يجي رقم خمسة وش يجي رقم خمسة يمسح العدد ويرجعه للصفر وشاكم تلاحظوا هنا وش ولد؟ ولد دورة ناقصة إذا عدد ترديده خمسة مين يحسب؟ يحسب من صفر أربعة والخمسة وش نسميه شرط نهاية العدد مع أنتها فلاف يشيرو الشيبان من صفر حتى أنا أربعة وكما قلتها لكم حصة الماضية أي رقم ترديده هو AN وش هو رقم اللي بين AN ناقص واحد والآن هذا كورش نديرو شرط نهاية العدد نمسح به العدد إذا نكتب مع بعض AN يسوي خمسة وش هو؟ هو دورة ناقصة من وش؟ من AN يسوي ثمانيها هيا تلاميذي الأعيز نزيدو حويج واحدة أخرين إذن أي عدد عنده خصائص؟ خصائص العدد بدورة ناقصة وش هو؟ الرقم اللي يبدأ به اللي هو نسميه شرط بداية العدد يسوي الصفر وهنا ما عندي مش مشكلة أي عدد تصعود يح يبدأ بالصفر أكبر رقم يصل إليه العدد أكبر رقم اللي بين فلاف ش يشوف العدد ديما هو AN ناقص واحد كما قلتكم ثواني ترديده ستين كنت تعرف ثواني يبان من الصفر تسعة وخمسة أكبر رقم وش يبان تسعة وخمسة بما أنه عدد ترديده خمسة وش هو أكبر الرقم اللي بين اللي هو AN ناقص واحد خمسة ناقص واحد ش سيسوي أربعة إذا أكبر رقم اللي هو أربعة وأهم حاجة اللي رح نحتاجه ونحتاجه فيها التعديل اللي هو لازم نتخلصه من رقم خمسة إذا ما نقوله شرط نهاية العدد اللي هو رقم خمسة وهذا هو الخمسة اللي نقدمهه البوابة المنطقية التوافقية اللي يتمد لي واحد منطقي ويكتبه لمداخل إرغام كليل ويمسح كل قلبات إذا ما نقوله بما أنه شرط نهاية العدد يسوي خمسة إذا أنا يسوي خمسة بنظام عشرين أولوا بنظام ثنائي ويشتلقه واحد صفر واحد بنظام ثنائي بعدما حاوتوا بنظام ثنائي خارجوا التوفيق إذا ما ش تقوله يتحقق رقم خمسة عندها كي آ وكي بي بار وكي سي وهذه البوابة اللي اعطتها لكم بلون الأزرق وش هي طابعة التاحة انطلاقة من الآن بما أنه الآن يسوي كي آ في كي بي بار وكي سي إذا البوابة هذه هي بوابة آن فيها ثلاث مداخل فيها مدخل الأول هو كي سي ومدخل ثاني كي بي بار والمدخل ثالث كي آ وهذا بلون الأخضر نقدر ونستغنوا عليه نقدر 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 بمدخلين ونربطوها بالوحدات المنطقية اللي هي كي آ وكي سي هذا هو الملخص للعدادات التصعودية تلاميذي الأعزاء ركزوا معا يمليح العدد التصعودي دورة ناقصة مثلا خامسة حابين تخلصوا مع رقم خمسة لازم نستخدموا المسح انطلاقا من طريقة المسح للعداد توجد ثلاث أنواع كما شفناه في البداية الفيديو النوع الأول وش هو النوع الأول كما كم تلاحظوا كما هذا العدد وش هو جماعة شوفوا ش هو بما أنه يحتوي الأير فهو عدد تصعودي وبما أنه كان بوبة منطقية شرط نهاية العد فهو دورة ناقصة ميركزوا معا يمليح هذا الأير باش مربوط مربوط بالمسح الخارجي إذن هذا العدد وش نسميه هذا العدد تصعودي ترديده خمسة دورة ناقصة يحتوي على مسح الخارجي فقط وش معانتها يمسح خارجيا بدون تدخل مداخل كي آ وكي سي والبوبة المنطقية معانتها نقدر نمسح عن طريق إنيت إنيسياليزاسي ومسح اليدوي ولا عن طريق مراحل معينة بمسح أخرى أكس عشر إكس لحثين إلى آخر وهذا المسح يجمعه وش لازمنا نزيد له بوبة نوت لماذا؟ لأنه الإير يمشي بالمستوى الأدنى لو كان مثلا إنيت تضغط عليها يتم بدي لك واحد منطقي واحد منطقي ما يقدش يقتي في الإير بار لأنه إير بار تمشي بالمستوى الأدنى وش لازم نبوبة نافي؟ لماذا نزيد بوبة نوت لكي يتوافق المسح الخارجي مع الإير ليمشي بالمستوى الأدنى صحيح إذا نكتب مع بعض هذا الشيء هو عدد تصعودي يحتوي على المسح دورة ن كين بوبة شرط نهاية العدد مسح خارجي يمسح خارجيا بدون تدخل مخارج كي ا وكي سي. اما العدد الثاني يشفناه في الحصة اللي قدمناه اليوم كما كم تلاحظون كين ال اير معناته عدد تصاودي كين بوبة ال انت اللي هي شرط نهاية العدد معناته عدد وشو سميه هذا العدد سميه عدد تصاودي بدورة ناقيصة. وشاكم تلاحظون مخرج هذه البوبة اجمع باش مربوط. مربوط بال اير معناته العدد مجرد يوصل رقم خمسة يتمسح تلقائيا عن طريقة تحقق شرط ان يساوي خمسة. وهذه البوبة اجمع واش زدنا لها? زدنا لها النوت. كما لكم تلاحظون البوبة المنطقية كي تحقق الشرط تمدلي واحد منطقي. واحد منطقي ما يقدش يكتيفي ال اير لانو ال اير تبشي بالمستوى الادنى لازم هذه البوبة تكون منفية كما شفناها من قبل درنا بوبة منطقية زدنا بوبة نوت. بوبة انت مع النوت اشتوليت ولي بوبة نانت. اذا بوبة نانت وقتها نلقاها نلقاها في المسح الذاتي فقط. اما البوبة اخرى دي ما هو بوبة ان بوبة شرط نهاية العادة جمعة رقز معين. هي بوبة ان. اذا كانت هذه البوبة ان مربوطة مباشرة بالمسح والمسح يمشي من المستوى الادنى تولي منفية. وهي توافق المخرج تاحا مع ال اير بار. اذا وش نكتبه هنا يا. اذا وش هو هذا العداد. عداد تصعدي دورة ناقصة مسح الذاتي ولا مسح الداخلي بمجرد تحقق الرقم 5. العداد يتمسح تلقائيا وهذا كما العداد الثواني. مجرد توصل 59. هو يجي رقم 60 تمسح تلقائيا بدون تدخل الانسان. العداد الثالث وش يوجد معاك ما كم تلاحظو عندي ال اير. بما انه عداد يحتاج المسح فهو عداد تصاعدي. حبي نتحلصه من رقم معين. وبما انه كنا بوبة منطقية ان ليشارط نهاية العداد فهو عداد بدورة ناقصة. ما يوش راكم تلاحظو هنا عندي طريقتين المسح. وش هنقول لطريقتين المسح. اما مسح الخارجي او مسح الذاتي. وش معد هذا العداد نقدم نمسحه بطريقتين. اما كي يوصل لخمسة يتمسح تلقائيا ولا يجي شخص خارجي يمسح عن طريق الضغط. ا اما او ما عنده وش نحتاج هنا. نحتاج بوبة ار. وبما انه بوبة ار مربوطة مباشرة بال اير. والأير يمشي بالمستوى الادنى. هذه البوبة لازم تكون منفية بها يتوافق مسح التاحة مع ال اير بار. اذا على هذا وش نديره بوبة نور. اذا لازم نحن النفي بها يتوافق مع اير بار. لانه اير يمشي بالمستوى الادنى. اذا ما شنقول له هذا العداد. هذا عداد تصاعدي. ها اير. في بوبة شرط نهاية الاند. اند معدتها دورة ناقصة ويحتوي على طريقتين المسح. اما عن عن طريق مسح الذاتي الداخلي كيوصل الانيسا يوم خمسة او عن طريق مسح خارجي عن طريق تدخل انسان او شيء خارجي. اذا نكتب مع بعض هذا عدد تصاعدي دورة ناقصة مسح خارجي مع الداخلي. اذا نقدر او لعننا عدد هنا جماعة? كان لعننا ثث انواع. كيف خرجنا ثث انواع؟ انطلاقا من مسح. اذا كان مسح خارجي نسميه عدد مسح خارجي. اذا كان مخرج البوابة تعشطنهي لعن مربوطة مباشرة بالار فقط نسميه مسح ذاتي او داخلي. واذا كانت كان بوابة نار فيها المسح الخارجي ومسح الذاتي نسميه عدد تصاعدي دورة ناقصة مسح خارجي مع الداخلي. تلاميذي الاعزاء كان ملاحظة اخرى. هذه البوابة شرط نهاية العدد نقدرون نغيره فيها. نقدرون نجيبولها بوابة مكافئة لها باستخدام نظرية ديمورغان. اذا استخدام نظرية ديمورغان. اذا استخدام نظرية ديمورغان يا جماعة. نظرية ديمورغان اعكس كل شيء. وش معنتها؟ شوفوا معايم له. باتفهموها. ركزوا معايم له. اذا هذا العدد هو نفسه هذا العدد. في بلاسة البوابة الان باش عوضتها. عوضتها بوابة نار كيف تدرتها استير طريقة بسيطة جدا. اذا ابدأ بالمداخل اعكسهم. اذا هذه البوابة باش مربوطة. تولي كي Birds. تضعيا مربوطةها في كيih-sis. اعكسهم. تولي كي بعوابة وكي�uh-sis. إذا كنت قد意ة إلى نظرية ديمورغان في نظرية ديمورغان. ف께 تولي الم Ingvite. عكسه إذا كان منفي ولا غير منفي وإذا كانت منفية ولا غير منفية. إذا هنا وشو نقوله؟ نقوله هذا وشي هو العدد. عدد تصاعدي بدورة ناقصة مسحة خارجي باستخدام نظرية ديمورغان. عوضنا بوبة أند بوبة نعر. هل راحين تفهمها مليح مليح؟ نحن ندروه ملقص صحيح. بنجاوبكم على كل أسئلة موجودة عندكم. رحوا العدد الثاني. العدد الثاني عدد تصاعدي دورة ناقصة مسحة داخل. هيا يا جماعة جاوبوني. هذي البوبة نين باش نقدر نعوضها. هيا يا جاوبوني. إذا كي آ و كي سي وشي ولو كي آ بار كي سي بار صحيتو. البوبة أند وشي تولي تولي أور. والمخش بوبة منفي ولا غير منفي. منفي وشي يولي أعكس يولي غير منفي. إذا وشي يولي ترك كي آ و كي سي وشي يولي كي آ بار كي سي بار. البوبة أند وشي تولي أور. البوبة هذه منفية. إذا عكس تحت ولي غير منفي. إذا هذا العدد وشي نسميه. عدد بدورة ناقصة يحتوي على مسح الذاتي. وخدمنا بوبة أور. انطلاقا من نظرية دي مورغان. ونحن نشوفهم بعد في التماني إن شاء الله كيف خرجناها. رحوا المثال الأخير. عدد تصاعدي دورة ناقصة في مسح الذاتي ومسح الخارجي. هذي البوبة أند عوضوا هذي. بنظرية دي مورغان. كي آ و ك كي سي وشي يولي. يولي كي آ بار كي سي بار. البوبة أند تولي تولي أور. والبوبة هذي هل هي منفية ولا لا لا. غير منفية. في نظر دي مورغان تولي منفية. إذا كي تولي بوبة نار. إذا كي يولي تركيب هذا. يولي كي آ أو كي بي كل منفي. بهذا الشكل. وهنا وش نكتبه. عدد تصاعدي هار يحتوي على بوبة شرق نهاية العدد في مسح الذاتي ومسح خارجي. تلميذي الأعزاء حتى هذه البوبة نقدر نعوضها بنظرية دي مورغان عادي. بصح إنما رح ي يولي كل شي معكوس وهنا مكش استخدامتها. كما هذه البوبة نعوضها بنظرية دي مورغان. تولي هذا المسح يولي مسح خارجي منفي. يولي يمشي من سؤلنا. لازم تاخد المبوبات نوت. وهذا شي يولي. هذه البوبة تولي منفية. بما أنه أن تولي أن بار تولي منفية. وهذه البوبة أور تولي أن. وهذه النفي روح يولي غير منفية. إنما هنا وش تولي تطلبنا أمور لأنه نعكسو كل شي على هذه الممنوعة. هذه تجيكم في الأسئلة في الباكالوريات. إذا وش هي الأسئلة التي قادة تجيكم في الب تقدروا نجيبوها البوبة المكافئة باستخدام نظرية دي مورغان. هذا هو الملخص الكلي لكل عددات. جماعك يتفهم هذا. صحي كل شي وش يولي يولي بس بوسعة. تلميذ الأعزاء بهنفهم مليح ومثبتهم مليح. أجبتكم ربع تبارين تفصيلية. رقم زم عمليح. كما التبارين الأول فيه من سؤال واحد حتى سؤال رقم سبعة. وكما كم تلاحظوا هذا وش هو عدد عدد تصاعدي. دورة ناقصة مسحة ذاتي فيه سبع أسئلة. هذا هو التوقيت أو في الفيديو. كذلك تبارين رقم الثنين فيه سبع أسئلة. وكما كم تشوفوا المخطط الوظيف ولوثيق تصانع. هذا وش هو نوع العدد. بما أنه فيه الأير معناتها عدد تصاع بما أنه في بوابة بي شرق نية العدد فهو دورة ناقصة. وبما أنه الأير مربوطة بإكس تلايثين وإنيت فهو مسحة خارجية. وهذا هو توقيت تعتبري في الفيديو. تمريد الثاني فيه ست أسئلة. وكما كم تلاحظوا هنا أعطأ لعداد. بما أنه في أير يحتاج المسحة فهو عدد تصادي. بما أنه كان بوابة بي مربوطة بالمخاج فهو دورة ناقصة. وبما أنه كان الأير مربوط إما بإكس عشرة أو شرق نية العد فيه يحتوي على مسح خارجي أو مسحة الذاتي. وه وهذا هو التوقيت تاع الفيديو بالنسبة الثمانية الرابعة كما كم تلاحظوا عطيتكم معداد ترديده مشفر مشي معلوم وهذا ترديد مشفر عطيتكم باستخدام جدول حقيقة تخرجوا المعادلة المنطقية وبما انه معادلة المنطقية حتخرج فيها متغيات بزاف لازم منها تبسيطة بها نبسطوا هنا وش لازمنا؟ لازمنا جدول كارنو هذا الجماعة يسمى عداد ذو ترديد مشفر وهذا هو التوقيت تاع هذا التمرين تلميذ الأعزاء هذو ربع تمانين يكي تفهمهم ليه العدادات كاملة حيولوا بسبوسها على التلميذ الأعزاء نبدو بتمانين رقم واحد تلاحظوا تمانين رقم واحد هذا هو فيه سبع أسئلة وبعده مش عطاكم تمانين رقم واحد عطاكم مخطط زمان قلقكم كم المخطط زماني اعطيتكم احتمال أول يعطى لك في المخطط مرحلة إذن بالعدم بعد شوفوا شو قضيتها اكس 24 واحتمال ثاني اللو كان ما يمدلكش مرحلة الإذن بالعد بعد كفاه نملاء المخطط الزماني عاية تلميذ الأعزاء نبدو نحلو تمرينة رقم واحد رقزهم هيمليحه بإذن الله كوشي واللي سهل تلميذ الأعزاء نبدو في سؤال رقم واحد ما هو نوع هذا العداد وما هو نوع هذا المسح بنا نجاوبها على هذا السؤال لازم نتعلمون نقرأ وثائق الصانع لازم نركزوا على الوثائق الصانع قبل ما نرسمو وقبل ما نجاوبو إذن في الوثيقة الصانع أول حاجة أعطاني مدخل AirGam Clear اللي هو Air فقط إذن شكون هو اللي يحتاج المسح هل هو عدد تصاعدي أم عدد تنازلي إذن العدد تصاعدي هو اللي يحتاج المسح عندها رقم معين لو كنجا عدد تنازلي يجمعه ما يكتب لك ولا يكتب لك Clear العدد تنازلي يحتاج القيمة الشحن الابتدائي ينشحنوه والعدد تصاعدي بدورا ناقص وش يحتاج المسح إذن وش نحتاجه هو Air فقط إذن هذا العدد تسميه عدد تصاعدي وبما أنه كان بوابة هناك مربوطة بالمخرج إذن هذا العدد تصاعدي بدورا ناقصة كيف نفرق ما بين عدد تصاعدي دورا ناقصة ودورا كاملة فالدورا كاملة لم يكن بوابة شرط نهاية العدد فالدورا ناقصة كان بوابة شرط نهاية العدد إذن هذا العدد شو نسميه عدد تصاعدي دورا ناقصة بعدها نذهب إلى نوع المسح كما كنتم تلاحظوا هذه البوابة شرط نهاية العدد مربوطة مباشرة بالمسح إذا ما نسميه هذا؟ نسميه مسح ذاتي أو مسح داخلي أو مسح تلقائي مجرد يتحقق الرقم 5 و يتمسح العدد و يرجع إلى الصيفار ثاني حاجة هنا في الإشارة الساعة تزادنا بوابة END كي يزيد لك بوابة END هنا نقوله نقدر نتحكمه في الإذن لو كان لا تقوم بوابة END، العدد يبدأ تلقائيا، لا تستطيع تحكم فيه بس أكيد بوابة END لتستطيع تحكم فيه هذه البوابة END مدخل الأول مربوط إشارة الساعة مدخل الثاني مربوط مرحلة اسمها X24 هذه المرحلة تدرسوها في المستقبل إن شاء الله رقم الأحد هي رقم 4 و رقم 2 هو رقم الأشغلة إذن X24 و هي مرحلة رابعة من أشغلة 2 هذه المرحلة وش عندها احتمالية تكون واحد يا الصيفار إذا كانت صيفار خاملة صيفار في إشارة ساعة وشي سيوي الصيفار هنا العدد ما يحسبش و يكون متوقف بمجرد X24 نريد لها واحد منطقي واحد في إشارة ساعة وشي سيوي إشارة الساعة العدد توصله إشارة الساعة هنا يبدأ يحسب بس و توصله إلى الجبهات النازلة إذن X24 و وظيفتها إذن بالعدد لأنه مربوطة بالإشارة الساعة هيا تلاميذ الأعزاء نبدأ و نجاوبه واحد وشي وعدات لا تزامني تصاعد بدورة ناقصة ترديده أن يسوي خمسة ما هو النوع المسح؟ هو مسح ذاتي أو داخلي لماذا؟ لأنه مخرج البوابة مربوط مباشرة بالأرض يعني العدد يتمسح ذاتيا داخليا سؤال الثنين ما هو وظيفة X24 و ما هو النوع البوابة به؟ إذن X24 هي مرحلة رابعة من أشغولها ثنين كيت نونشوت و يتمدلي إذن بالألعاد إذن X14 وظيفة إذن بالألعاد إن pins سنشر miss يسحน البوابة بي وش يسميها؟ هيا تعني بوابة الن serve هي أن بوابة الن به كما رأينا في البداية في الحصائبي addition بوابة النهائية يسر بوابة النهاية والمسح يمشي بمستوى الأدنى لكي تتوافق المخرج البوبة مع الأير لازم تكون هذه منفية لماذا جمع؟ البوبة يتحقق الشرط أن يصيح خمسة تمد لي واحد منطق الواحد منطقي لا يقدش يكتيفي للأير لأن الأير يمشي بمستوى الأدنى واذا يجب أن ننفيه بواحد منطقي يتم فيه لصيفر والصيفر يكتيفي للأير تلميذ الأعزاء متقلقون لكي تفهموها في المخطط المنطقي هذي تفهموها مليح مليح رحوا إلى سؤال ثلاثة أكمل تصميم منطقي لهذا العداد هيا تلميذ الأعزاء أنكملوا المخطط المنطقة كما كنتم تلاحظون مخطط المنطقة أعطى لي ثف قلابات أكيد لأنه أن يصيح خمسة كنا نحاول نظام نلقى واحد صفر واحد نحتاجه ثف قلابات وأعطى لي VCC رقز معايم لي كيف نصمو مخطط منطقي لعداد دورة ناقصة ترديده خمسة لازم تكون عندي استراتيجية لازم تكون منظم أفكارتعك وش هي الاستراتيجية؟ الإستراتيجية لكي تصنع عداد بدورة ناقصة أول حاجة لازم قلابات تعمل في حالة التبديل ولو مكافئة لقلابتي لازم يقلابات جيكا لإعطاهمنا هنا نحاولهم إلى قلابتي أما الخطوة الثانية بالنسبة للإستراتيجية هي خطوة النمط يعني تسألوا حكس سؤال ما هو نمط هذا العدد؟ هل هو متزامن ولا غير متزام؟ أنتم في السنة الثالثة في المنهاج تدسلوا العدادات غير متزام ما معنى تعدادات غير متزامنة؟ إشارة الساعة الرئيسية تربط بمدخل الإشارة الساعة القلاب الأول فقط أما القلاب الثاني والثلاثين يجبوا إشارة الساعة يجبها من مخرج كي أ ولا من مخرج كي أ بار أما بالنسبة للإستراتيجية الخطوة الثالثوشية هي ما هو نوع هذا العدد؟ هل هذا العدد تصاعدي أما التنازل؟ أما الخطوة الرابعة في الإستراتيجية وشي هو سؤال ما هو ترديد هذا العدد؟ هل هو ذو دورة كاملة ولا ذو دورة ناقصة؟ إذا كان دورة كاملة لا يحتاج بوابة شرط نهاية العدد إذا كان دورة ناقصة يحتاج بوابة شرط نهاية العدد وآخر خطوة في الإستراتيجية سأل روحك سؤال سأل روحك ما هو نوع المسح هذا العدد؟ هل هو مسح الخارجي فقط؟ أو مسح الداخلي الذاتي فقط؟ أو مسح الخارجي مع مسح الذاتي؟ كتعود منظم أفكار تاعك وشي حيوالي سهل هيا تلاميذ الأعزاء نبدأ ونطبقوا هذه الخطوات في الاستراتيجية تلاميذ الأعزاء هروح نطبقوا الاستراتيجية هذا نبدأ بخطوة الأولى اللي هي التبديل إذا لنفش ندير في هذه الحالة كل قلابات لازمنا نحولوهم يقلبتي كيف نقلبوا قلاب جيكا يعملوا حالة تبديل لازم جيوكا نمدلهم في آن واحد VCC ولا نمدلهم واحد منطقي بما أنه أعطا لي مصدر التواطر في VCC إذن هذا باش نربطوهم نربطوهم بالVCC هنا قلب الأول حولته إلى تبديل وهنا قلب الثاني حولته إلى تبديل وهنا قلب الثالث حولته إلى تبديل وقلبت نمش ولدي تقسم تواطر على اثنين مكافئة لقلبتي هنا كمنا الخطوة الأولى الخطوة الثانية النمط النمط يكون يمدل إشارة سعر كما تلاحظوا كان عندي بوابة عند وفيها X و X4 كان إذا نبلعد إذا وش ندير أول حاجة كما تلاحظوا نرسم بوابة عند مدخل الأول مربوط وإشارة سعر رئيسي سواء من N5 5 أو CMOS ومدخل الثاني نكتب عليه X24 ومخرج هذه البوابة وينيرو يروح القلاب الأول فقط وفي القلاب الأول أجمعه وش نكتبه LSB القلاب اللي مربوط بإشارة سعر مباشرة هو الدماء يحسب لي لرقم الأحد ركز مع الملح وش يحسب لي رقم الأحد وهنا كملنا النمط رخوا الخطوة الثالثة واللي يجب أن نسلو نفسنا ما هو النوع العدد هل هو تصعدي ولا تنازلي ونا قلنا الإجابة باللي هذا عدد تصعدي بعد ما عرفنا عدد تصعدي يجب انتبعه طريقة اليدين إذا لو مستطعية؟ طريقة اليدين إذا كان تشابه بين الإصبعين في نفس الاتجاه يولد لي عدد تنازل وإذا كان الأختلاف وش يولد لي عدد تصعدي نحن من يتumbing أن نجمعها؟ عدد التصعدي أو التنازلي نն Будемحدث عن عدد تصعدي ونستاذ الاختلاف الاختلاف ماذا هو نربط المخارج كي أو كي عبار بالإشارة سعر إذا كان يختلاب بين key-a و إشارة الساعة لأن تشابه يولد بدأ عدة تنازل إذ.. سكي تلزين معاء مليح هنا key-a ، مخرج منفي أم غير منفيغ Forever من التشابه؟ إشارة الساعة منفية. مش كوني شبه لها المخرج المنفي. لو كان نرطو كي آبارب سيكا جمعة سيمدلي عدد تنازل. ما إحنا هو راح نصموله عدد تصعودي. إذا وش نديره؟ نرطو كي آغير منفي بالاختلاف مع أنت بالجبهة المنفية. نزيد ونقلب الثاني كيبي اللي هو مخرج غير منفي. نرطوه بالجبهة النازلة المنفية. إذا هنا وش صممنا صممنا عدد تصعودي ترديده ثماني. إحنا كمنا النوع. وما تنسوش التلاميذ الأعزاء. القلب الأخي تك يسيب لك الوزن الأقوى. كمنا هنا النوع. وبعدها نروح الترديد. أربعة الترديد. هنسو أروحي السؤال هل هذا عدد دورة كاملة؟ ولا دورة ناقيصة. جماع هذا العدد لو كنخلي كما رأه. كما نخلي كما رأه. وش فيه؟ فيه تقلبة. ما فيش بوابة تشارط نهاية. هذا العدد سمي عدد تصعودي بدورة كاملة. كيف يحسب؟ يحسب من صفر. وبعدها وين يروح؟ يروح الواحد ويبدأ يحسب كل احتمال. صفر 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 واحد صفر اثنين. وبعدها يروح رق ثلاثة اثنين سفر وواحد واحد وبعدها ربعة وبعدها خمسة وبعدها ستة. والقلبة يحسبوا كل احتمال حتين يوصلوا إلى رقم سبعة التي تكونوا كل قلبات واحد واحد واحد. يا كم هو الله رقم الاخير بها تلقائي لا يذهب بالصفر. اذا لو كنخلي تركيب كما رأوا هذا. رأني سممت عدد طرديد ثمانين. انا سؤال تعمال قال ليش يصمم لي عدد طرديد gli ثمانين قال لي يصمم لي عدد طرديده خمسة. بمجرد ي افصل رقم خمسة يتمسح. اذا اش ينشوفو نرى الترديد. إذا الترديد أعطاه لي خمسة. وخمسة لا ينتمي إلى سلسلة رقم اثني قوائن. معناته هذا يحتاج المزح. معناته بما أنه يحتاج المزح يحتاج بوابة شرط نهاية العام. إذا تلاميذ الأعزاء كما كم تشاهدوا لازم نتخلص من الجزء هذا. لازم نخلو العدد يحسب من صفر الرابعة. بمجرد يوصى رقم خمسة تنشط البوابة وتمسح القلبات في الثلاثة. يجب أن يكون هناك عدد دوراء ناقصة. وكما ترى خصائص العدد. هذا يبدأ بصفر لا يوجد مشكلة. وهذه العدد تريد خمسة يجب أن يحسب من صفر الرابعة. معناته أكبر رقمية يصل إليها رابعة. والخمسة يجب أن نتخلص منه عن طريق البوابة. إذا الخمسة وش يسألون شرط نهاية العدد. هذا الخمسة لن يحتاجه. إذا كيف نفعله طريقة بسيطة. راح نجيبوا هذه البوابة. إذا هذه البوابة ستكون AND. وبعد نشوف لها تولي NAND. إذا نصموا بوابة AND بثلاث مداخل. هذه البوابة هنا ربطوها جمعة. روحوا القلب الـ LSB نكتبع ليه 2 أس صفر معناتها واحد. القلب الثاني أكبر منه الدرجة هو 2 أس واحد معناتها 2. وقلب الثالث نكتبع ليه 2 أس 2 معناتها ربعة. إذا رقم خمسة وش يساوي من هذه الأرقام. يساوي واحد مع واش مع ربعة. إذا مش نقول رقم خمسة وش يساوي. يساوي الكياء اللي هو رقم واحد وش يساوي واحد مع ربعة. إذا اللي هم موجودين في الحساب نربطوهم بالبوابة مباشرة عن طريق المخارج العادي. إذا هذه البوابة باش نربطوها جمعة. نربطوها بالكياء لأنه الواحد داخل في الحساب. ونربطوها بالكيسي لأنه كيسي كذلك داخل بالحساب. ورشاكم تلاحظوا نعطيكم هنا بوابة ثلاث مداخل. لو كان عطيت هكي مزوج مداخل أربط بالكياء والكيسي فقط. بما أنه انفرضتها عليكم مثل ما داخل. إذا هذا المخرج لازم ثاني نربطوه. بما أنه اثنين موش داخل في الحساب باش نربطوه بالكيبيبار معانتها المخرج كيبيبار نربطوه بالمدخل البوابة. وش راني ندير في رايكم. علبك وش راني ندير. راني نحول من النظام العشيرة إلى نظام ثاني بطريقة غير مباشرة. إذا وش قلنا. رقم خمسة ماذا يساوي? يساوي واحد. اه جمعارك زمعية كياء. وش نعتبره واحد منطقي. كيبيبار هي يساوي. يساوي واحد واحد في واحد زايد. اثنين في الصفر. ماش داخله في الحساب. اثنين في الصفر معانتها باش نربطوه بالكيبيبار. كيبيبار هو الصفر. زايد اربعة في واحد معانتها واحد في واحد هو واحد. زايد اثنين في الصفر هي الصفر. زايد اربعة في واحد وليها اربعة اربعة زايد واحد وش يساوي خمسة. وكأنه يستعمل طريقة التحويل. وش نكتب هنا بعدها? دastes. ماذا نحن نقوم بالКوم بأكد المشاركة بين سفيره؟ 0x 3x 3x وعندي الكيسي إذن هذه البوبة شاطنيها تلعت نقدر نختمها بثث مداخل نارطها بكيه وكيبي بار وكيسي ولا نقدر نختمها بمدخلين نارطها بكيه وكيسي على حسب البوبة اللي مدها لكينا نفرطها عليكم ثث مداخل لو كنا نفرط عليكم مدخلين ربطها بالكيسي والكيه وكيبي من دراج هكذا بعد ما كملنا هنا جماعة وش كملنا؟ كملنا الترديد أدركوا وش يدي الخطوة الأخيرة اللي هي الماس المسح الجماعي ماذا سيتم سيحرك لكم وعملي؟ علمتي هكذا مسح الداخلي المسح الذاتي اذا هذه الاخل القلب Laboratory لrium وكلية تعمل ل SAM una ا personas وكلية تعمل كتلة واحدة بهذا الشكل و cons如果你 اتمؤيا Extremadura يتحكم في المسح الجماعي الأول والثاني والثالثة الذي هو المخرج للبوبة ما نقوم بنفس وبعناه انهم يا دقيقة المنطقة 5هازية الأزمة كلية 007 مدخلية wah weaknesses هناك صفر منفي، ولي واحد، 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 وشي يساوي؟ واحد، البوابة المنطقية تمدلي واحد منطقة عندها رقم خمسة، هذا الواحد يقضي Active Clear الأول والثاني والثاثة ما يقدرش. بها يتوافق المخرج البوابة مع مداخل إرغام اللي يتميش بمستوى الأدنى، لازم هذه البوابة تكون منفية. أي بوابة مربوطة مباشرة بالمداخل الإرغام، ومداخل الإرغام يشتم مستوى الأدنى، لازم هذه البوابة تكون منفية. اللي اجتمابر مزيق 8 لأنه هذه البوابة مربوطة مباشرة بالكفذ لتوافق المخرج البوابة مع مداخل الإرغام كليا. لن ينشططت المستوى الأدنى بعد ان في نحن الائزة، نكملنا بكل شيء ميكاينة واحد بالملاحظة. نعم بهذا الرجال yours. وهذا او مقى الاء واللبيات كنتما تعطى لنا With The Resets auf that you turn down we're to restore the the second and second, وبالما ان We're able to restoreräس الأ�. نحن أن نحن في مفى التي يخبرها homeworkier without size. ونحن في العدادات التصعودية ما نحتاج مداخل AirGam Preset ما لازم ننضيفهم باش نرطوهم نرطوهم بال VCC هذه نرطوها بال VCC وهذه نرطوها بال VCC وهنا ما نقوله خملنا المداخل AirGam Preset وهنا تلميذ الأعزاء كمانا آخر خطوة في الاستراتيجية اللي هي المسح هنا وش رأي كدرت أخطبت لعداد تصعودية دورة ناقصة ترديده خمسة يحتوي على مسحة ذاتي فقط تلميذ الأعزاء سوف نقوم بتصعودية هنا وش رأيتكم مفكك الترميز من سبع قطع قد يأتيكم السوء في الباكالوري لقد قمت لكم مفكك الترميز وش فيه؟ في المداخل A, B, C, D والمخاجر من A, B, C, D حتين الجي هي المخاجر التي تربط بال Love Feature تربط بالمرقن سبع القطع احنا أعطيتكم مخطط المبسط فقط إذا وش نديرهم في هذه الحالة إذا وش لازم Love Feature فيه سبع نرطوهم مع بعضهم بهذا الشكل معناها شوفوا Love Feature A ومنون يقول Het Kinnab War Reature A ومنون يقول B نرطوها B ومنون يقول C نرطوه C وبالبراتة ومخاجر 힘 ومداخل A وB وC كذلك�ة لكي نرطوها إذا a هو LSB يتربط بالhail Kei-A وكيبي يتربط بال använd وتر JENN B وفقك تركه لأعطيته فيها إذا هذا هو مفكك الترميز ومفكك الترميز بعد التس constru Senua هل تريد نزيل مشاريع القطع 1 بعد التسخين 2 3 بعد التسخين لا تبدأ في 티س 5 لا تبين في الفيشو لأنه شرط نهاية العاد من الرابعة وينها هي رجع تلقية؟ وينها هي رجع للصفر إذاً عدد ترديده خمسة وين يحسب من صفر الرابعة والخمسة سميه شرط نهاية العاد وما تبين في الفيشو لأنه حال عابر وزمان ظهورتها صغير جداً لا تضعش دي دكتيه العين المجرد تلاميذ الأعزاء رحل السؤالي بعده سؤال الرابعة أكتب معادلة سيكا لكل قلابات ومعادلة ثرميز آزير سيكون هذه الأعزاء نبدأ معدلة المسح إذن معادلة المسح هي هذه الكتلة فهذه الكتلة سميها أراض كما تحكم فيها تحكم فيها البوابة وهي البوابة NAND إذاً أراض ماذا تسوي كمان لها نفسها إذن كيف تسوي A إذن هذه هي معادلة المسح إذن معادلة المسح رميز الآزيرو تتعلق بمخرج البوابة NAND وتساوي A في كيبي بار في كيسي اللي هي N كل ما نفي تلميذ الأعزاء كذلك نقدر أن نكتبها البنية الداخلية إذن هذه الـ Air يطالها في المخطط الوظيفي ما يسميه؟ Air bar نكتبها بدلالة تساوي Clear bar وتساوي راز وتساوي نفس هذه المعادلة نحن نعطي معادلة نخدمه بالراز لو كان يعطيك بنية الداخلية يقولك اكتب لي معادلة Clear bar اكتب Clear bar وتساوي راز وتساوي هذه إذن Clear ماذا يصبح Clear Clear يساوي QA في كيبي بار في كيسي يروح من نفي مع النفي رحوا لي بعدها جمع معادلة الميقاتية CK A كما تلاحظ هذه هي CK A وش كين في مدخل التاحة؟ كين مخرج البوابة NAND إذن CK A ماذا تساوي؟ تساوي H و X4 إذا ماذا تساوي؟ تساوي X24 كي H رحوا لمدخل الثاني اللي هو CKB CKB يكون يمدلو إشارة 9 اللي هي QA إذن CKB ماذا تساوي؟ تساوي QA كما تلاحظه؟ والمدخل التاحة التنميقاتية CK C كون يمدلو إشارة 9 اللي هي QA كما تلاحظ هذه هي QB إذا ماذا تساوي تساوي QB هذه الأسئلة واردة في العددات رحوا لي بعدها سؤال رقم 5 أكمل مخطط الزمني؟ كما قلتكم مجمعه في المخطط الزمني وش نحتاجون؟ نحتاجون هذا التركيب اللي خدمناه وعطينا هذا المخطط وكما تلاحظ هنا أعطيكم X24 وقلنا X24 وماذا وضعتها إذن بالعدد كان احتمال أول يمد لكم X24 وكان احتمال الثاني ما يمد هالكوش أنا أخذ بهمكم في زوج لو كان يمد لكم X24 كيف تتعاملوا في هذه الحالة؟ بجمع تلاميذي الأعزابة نكملوا المخططات الزمني أو كي أ إذا كانت مداخل الإرغام منشطة فهي التي تتحكم في المخاج كما كنت تلاحظ هنا أن نحتاجون مداخل الإرغام كلير إذا كانت مداخل الإرغام كلير منشطة يعني فإن المخاج تت��ب على صفر 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 فإذا كانت مداخل الإرغام خاملة اذهب إلى الأولوية الثانية الأولوية الثانية ندرسه إشارة ساعة إذا كانت إشارة ساعة خاملة هنا مخاجر قلبة تعمل عمل ذلك وتحتفظ بالحالة السابقة إذا كانت إشارة ساعة منشطة يذهب إلى الأولوية الثالثة أدرس كي أو كي بي وكي سي وكي أو كي بي وكي سي يعملون في حالة التبديل لأنه جي أو كي أو شي سوي وحد منطقي بهذه الطريقة بإذن الله ما تغلطوا حتى حاجة وتكونوا نظمين في خدمة متاعكم إذن هاي شمعنا نبدأوا نطبقوا هذه الأولوية إذن أول حاجة كما كنت لاحظوا عندي مسح ذاتي روميز آزيرو يتحكمني في كلير لول وكلية ثاني وكلية ثلاثة وبما أنه هنا روميز آزيرو فرضها عليها زيرو معندها اللول منشط والثاني منشط والثالث منشط إذا وش نقولوا هذا روميز آزيرو يساوي السفر معندها منشط هذا المجال بلون البنفسجي ومنشط فيه كلير إذن وش معندها إرغام على الصفر ولا مسحة العداد إذن نكتب إرغام المخاجر على صفر إذن أو شي يساوي يساوي السفر وكيف يساوي السفر وكيف يساوي السفر بسبب نشاط روميز آزيرو تلميذ الأعزاء بعد أن نكملنا مداخل إرغام روحوا إشارة تسعة وكما تلاحظون أن إشارة تسعة كنت تحكم فيها X24 إذا كانت X24 تساوي السفر سفر في إشارة تساوي السفر من عمانتها إشارة تسعة ما توصلش وكما تلاحظون أن X24 ماذا تساوي؟ تساوي السفر هذا المجال بلون الأخضر هو ذاكرة بعدها كيف نجيب المخطط زمان يجمع لازم نشوف الحالة السابقة هنا ما لدي حالة السابقة بعد أن نكمل كل شيء هنا كي نوصل القيمة هذه ندير لها ذاكرة بعد ما كملنا هذه الضجاج أولوية الثانية وشي هي إشارة تسعة تتعود مناشط شوفوا قلب الأول أجمع قلب الأول يمشي بجبهة نازلة تعوش تعيشات سعارة الرئيسية X إذا نروح نعينه جبهات نازلة إذا هذه الجبهة ثانية ثالثة رابعة خامسة لا تستطيع هذه ولا تستطيع هذه لأنك تأتي في المجال لا تدخل إرغام كلير والله في المجال X24 تكون خاملة بعد ما عينت جبهة نازلة جمع وش ندير لها ندير لها إسقاط على وش على كل مخارج بهذا الشكل إذا جبهة ناشط سعر تخدم تخدم الجبهة نازلة والقلب وكتن يتبدل كي تجيه جبهة نازلة فقط تلميذ الأعزاء بعد ما عينت الجبهات سنعين الأرقام نبدأ ونحسبه الجبهة الأولى وش نتبه لها رقم واحد لا نبدأ مصطفة نبدأ ومن رقم واحد حذري وبعدها جبهة نتبه ثلاثة ثلاثة ربعة خمسة خمسة كتبت هايكم بلون الأخضر هذا المجال اللي جماعة وش هيصار فيه رح يصار فيه الشرطة المسح فرقم خمسة حيتمسح العدد القلبة ثلاثة حيترغمه كامل على صفر 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 ديكو تفهموها بعدها كملت هذو جماعة نسأل روحي سؤال هذا المخطط زمن اللي هنخدمه تعوش هل رح نخدم مخطط زمنية تعالعددات ولا مخطط زمنية تعالسجل شتب الزف جماعة يلطم بالعددات والسجلات أنا وش هنخدم رح نخدم العددات بما أنه رح نخدم العددات نكتب كلمة مفتاحة مساعدة نكتب كلمة التبديل كلمة التبديل كلمة التبديل إذا كلمة التبديل هذي ستساعدني ونبدأ ونخدمه هيا جمع نبدأ بالقلاب الأول كي أ إذن ركزوا مع عمله قلاب كي أ شكو يمدلو إشاط الساعة تبدأ هلول آش كلما تجيه جبها النازل وش يصاله يتبدل إذا وش نديره هنا هنا كي أ وش يكون صيفة 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 جاتوا جبها الول وش يتبدل يتبدل الواحد هذه هي كلمة التبديل وبعدها يلقى احتفاظ احتفاظ كي جي جبها الثانية وش يصاله يتبدل يولي الصيفر وبعدها يتبدل يولي واحد ويلقى تبديل بهذا الشيخ وبعدها كي يوصل خمسة وش يتبدل يولي واحد وهذه كتبتها لكم بلولة الأزل ستحدث فيها شرط نهاية العد هذا بنسبة القلاب الأول كما نقلاب الأول وين رحو رحو القلاب الثاني قلاب الثاني يجمع البي ستحدث ويكونه يدلو اشياء تسعة سيكابا من جهة اشياء تسعة رقصوا معهمل جهة من كي ا وبدأ تأثير تأثير بالجبهة النازلة إذا كي بي ستحدث كي بي رحو القلاب الثانية نعينوا الجبهة النازلة جبهة الأولى وجبهة الثانية إذا كي بي يعمل في حالة التبديل وش يكون سيفة سيفة هنا مي تبدل بش يتأثير بالجبهة النازلة وليست جبهة النازية تاع الآش. على هذين نسميه عدد لا تزامن. من بعدها كي يصل هنا يلقى جبهة النازية وشي يولي واحد ويبقى واحد واحد واحد. جبهة الثانية يصل له وزيد يتبدأ. ويبقى صفة 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 حتى نقيمة هذا. هنا وشدرنا كمنا المخرج كيبي. من بعدها وشنا نرح نخدمه. نخدمه من مخرج الكيسي. إذا القلب كيسي. شكون يمدله إشارة ساعة. شكون هو المصدر إشارة ساعة تاعه هو كيبي. باش يتأثر. يتأثر بالجبهة النازية. إذا نروح الكيبي ونعينه جبهة النازية كينا واحدة. إذا كيسي يسوي. يبقى مننا صفة 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 صفة. يوصل جبهة النازية التاع الكيبي. يتبدأ لي ولي واحد بهذا آش. بعد تلميذ الأعزاء. بعدها رسمنا المخطط. هذا رح ندره الترقيم. إذا. إذا هذه الصفر. هذه واحد. صفر واحد. صفر واحد. المستوى العالي هو واحد. ومستوى الأدنى الصفر. رحوا الثانية. هذه الصفر وهذه الصفر. جماعة على الحساب تقسيمتها على إشارة ساعة رئيسية آش. هنا ن لازم ديروزوش أصفر. مش يصفر واحد. هنا واحد. هنا واحد. هنا صفر. وهنا صفر. رحوا الكيسي. هنا صفر. 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 هنا واحد. هنا واحد. من بعدها جماعة روح نجملعه أرقام. مش كون هو الألسبي اللي وكيئة. إذا هذا الرقم وش يسوي. يسوي صفة صفة صفر معانتها الصفر. رقم الثاني وش يسوي. صفة 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 ص هنا واحد صفر واحد معناتها رقم خامسة. بعد ما كملنا هذا وجمعه وماذا نخرجه؟ نخرجه معادلة المسح بسكو روميز آزيرو تتغير بدلالتها كي آ وكي بي بار وكي سي. هيا نجيب المعادلة المسح. إذا هنا وماذا مطلب منك؟ كي يعطيك عداد مسح ذاتي معناتها تخرج كي أو كي بي وكي سي. ومن بعدها تخرج روميز آزيرو لازم تخرجها انطلاقا من المعادلة التوافقية. كما شفنا من قبل روميز آزيرو ماذا تسوي؟ تسوي كي آ في كي بي بار في ك بي باستخد NPHY كل مما م فيها. هي جمعنا بدأنا ناخده. إذا فالرقم الاول شوفه معاهم لها. صفر في واحد في صفر. رؤيتنا عن سفر. صفر نفي انتها أو واحد. روميز آزيرو التسوي يتسوي واحد. اوضوه همانجبه. إذا أو ماذا يتسوي صفر. صفر في. كيف يتسوي صفر؟ صفر يقول لي واحد. يقول علي صفر في واحد. وكي سي وحش يتسوي صفر معناتها صفر في واحد في صفر. الكل نفي يتسوي واحد. إذن روميز آزيرو تسوي واحد هنا مكاش المس ورمز ازيو تسوي واحد ما كاشل مس وكتاب رمز تمسح كيني القوها السفر ورحوا رقم الثاني واحد في كيبي بار تولي واحد في واحد في صفر هذه تخرج صفر من فتاحه واحد ويبقى كامل يخرج واحد ابقى عوض 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 وكته تولي وكته تتبدل الجماعة في هذا الرقم هذا الرقم هيا نشوف الرقم الاخير خمسة اذا اكتبوا لي معادلة معادلة شو سوي كي اا في كيبي بار في كيسي كل من فيها كتبها иваетها كي اا معادلة واحد في كيبي بار هذا الرقم ب갔ة عوض عوض وبما ان رقم ابقى عوض او ط لdat تثنتر او ط كتيول جيدة failure معانتها القلابة ثلثة حي ترغم لها الصي Alt اذا هذا القلاب التي كان واحد حي يguard ولا انقص على صدق هذا القلاب يهبط للزيرو وهذا القلاب يveySi A Industrial لأنه هنا كلير نشطات صعبة فهم هذه الجماعة إذا هذي تولي هذه السفر 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 كنكتبها تولي أصفر من بعدها جماعة نكمل رمز A0 وش تولي هذه؟ هذه تعاود تطلع الواحد لا تطلع الواحد سفر في واحد في سفر تسوي السفر ام فيها تسوي واحد رمز A0 تطلع الواحد إذا هنا رمز A0 نبضة صغيرة بارك هذه نبضة صغيرة كيتحقق شر تمسح لقلبات في ثلاثة تمسح لقلبات ثلاثة تعاود تتخمل رمز A0 إذا هذي تولي خاملة وهنا جماعة اللي شفنا هذه الذاكرة هنا بما أنه X24 تسوي السفر ما كانش لها ذاكرة ذاكرة إذا قلب كي بي وش يسوي السفر ذاكرة للسفر قلب كي بي وش يسوي السفر ذاكرة للسفر وقلب كي سي يسوي السفر ذاكرة للسفر وهنا يا جماعة كملنا مخطط زمني العداد وش فيه مسح الذاتي لازم تخرج كي بي ثم كي سي ثم رمز A0 وكذلك هذا العدل فيه إذن بالعدل اللي هو X24 إذا هذين كملوها واحد بهذا الشكل إذا تولي خاملة والتركيب ومخطط زمني يولي بهذا الشكل هذا هو الاحتمال أول الذي قلت لكم عليه في بداية الفيديو والأحتمال الثاني يجمعك ما كم تلاحظوا هنا ما أعطى ليش X24 يعطى لي العدل ما فيش الإذن يعطى لك رمز A0 كي A و كي بي و كي سي إذا في هذه الحلقة كيف نتعاملوا؟ نبدأ بما داخل الإيرغام ثم إشارة ساعة ثم القلبات هنا ما عندي حتة حاجات نبدأ بمباشرة في القلبات كي A و كي بي و كي سي ومن بعدها كين خرجوا كي A و كي بي و كي سي خرجوا معادة ثرميز A0 إذن هاي أول حاجة جمعوا وش ندير نعينوا جبهات كامل كماراهم باسكوا ما فيش مجالات وأولويات ومن بعدها ذو الجبهات نديرهم إسقاطات بهذا الشكل ومن بعدها العدل كده ترديدوا خمسة نبدأ ونحسبوا من أول جبه وش نكتبوا واحد ثمين ثلاثة أربعة خمسة وصلت هنا خمسة توقف هذه اللي داتتها لكم بمجال الأحمر هي الحالة العابرة اللي نسميه شرط نهاية العد من بعدها جماعة نبدأوا باش نبدأوا بالكيئة ركزوا معي مليح ما تنسوش كلمة التبديل بها ما تخدموا ليش سجل من بعدها القلب الأول شكن يمدله إشارة ساعة الآش كل ما تجه إشارة ساعة يتبدأ إذا نكون صفر جات جبهة الأولة يولي واحد جبهة الثانية يولي صفر جبهة ثلاثة واحد جبهة ربعة زيرو ومن بعدها يصل هنا نرسمه خط صغير بسكو على بالي بل لي هذا رقم خمسة يحدث في شرط نهاية العد بعدما كمت الكيئة رحوا الكيبي الكيبي شكون يمدله إشارة ساعة يمده له كيئة بالجبهة النازلة وين رحوا الكيئة وين نلقوا جبهة النازلة نعينوها بهذا الشكل كيبي وش يساوي سيفر 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 كيجي جبهة النازلة كيئة يتبدأ يولي واحد كيجي جبهة النازلة الثانية يتبدأ يولي صفر بهذا الشك بعضها الكيسي يساوي يمدلون إشارة ساعة وكيبي بش يتأثر بالجبهة النازلة لابن يرسم الجبهة النازلة ونبدأ ونرسمه صفر صفر صيفر حتى هنا وش يولي واحد بهذا الشك соответственно ونبدأ نعينه الرقم هنا صفر 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 هنا صفر 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 واحد واحد من بعدة نعينه بالنظام ثلائي هذه كف أصفار هذي 0-01 هذي 0-01 هذي 0-11 وهذي 1-00 وهذي 1-01 اللي يتحدث فيها شرط نهاية العاد من بعد الجماعة نجيبوا المعادلة المسح رميز ازي تسوي كي ببار كي سي ونبدأوا نعوضوا هذو الأرقام لو لح نقاو واحد ثانية نقاوها واحد يكون خاملة راز ثالثة نقاوها واحد خاملة رابعة خاملة ووقتها بتتنشط كناوصلوها رقم خمسة هنا قموا بعمليات حسابية كمها واحد في صيفة في واحد عوضها هنا وكأن تولي رمية zero تسوي الصيفة كيjä يتقولي رمية zero تسوي الصيفة لقد نشط مداخل إرقام Clear? أو Clearins إذا وانا يصنج القلب الأول يتمسح ولا نقلق آخر وقلب الثاني يتемسح وقلب الثالث يتمسح إذا لم يتمسح لكي نقذ صيفة 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 كيstairs نعاوضها برمية zero ويحن نلقى رمية zero تعاود تطلع للواحد بعدما كملنا هذه الجماعة نغر في هذه الجماعة نوعا على هذه العادلات إذن بعد ما كملنا هذه الضيئة، نعود ونحسبه نكتبه هنا، واحد، ثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة بنفس الطريقة، هذه الشرط نهاية العد إذن نخدم القلب الأول، يتأثر بإشارة سعة رئيسية القلب الثاني يتأثر بالجبهات النازلة على قلب الأول ما معنى؟ يولي هنا؟ يبقى صفة صفة يأتي هنا جبهة نازلة يولي واحد، واحد 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 جبهة نازلة يتبدل بهذا الشكل وقلب الثاني يتأثر بالجبهة النازلة على قلب كيبي إذن لا يكون صفة 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 ص ترغمه كامل على أصفر وهذه تهبط الصفر وهذه تهبط صفر تولي بهذا شكل صفر 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 ثم بعدك تحذف تولي أكامل أصفر الميز الأزيروي نعود يرجع الواحد المنطقي ويتخمن هذا من نسبة الطريقة الثانية تلميذ الأعزاء سؤال الرقم 6 ما هي البوابة الموافقة للبوابة بي؟ هذه البوابة بي نقدر نبدلها كيف نبدلها؟ نبدلها عن طريق نظرية ديمورك وكانت وهذه البوابة مقابلة كيف تم تقريران من شخص على كيبيبار لذلك عمز بي exempt كيف تقريران من خلال نأتي بوابة لشخص على نظرات ديمورك فأول شيء هي نعمل المتغيرات والدciplinary strategy Bi- bar والد Rh وهذا الأول آخر العمليات ما بين ال Timothy كيبي وكي بيوش ما بينتهم فيه وكي بيبار وكي بيوش ما بينتهم فيه انفيل فيوشي ولي زايد إذن هنا فيوشي ولي زايد وهنا فيوشي ولي زايد وحاجة الثالثة هو انفيل الجملة كاملة كما كم الجملة هذه وشك تلاحظوا كل منفية إذن الجملة وش تولي تولي غير منفية إذن هذه هي البوابة الجديدة إذن البوابة الجديدة وشها هي عبار عن بوابة أور ميوشي يتنفى يتنفى وكل ما داخل إذن هين عودنا ببتوها إذاً، كيأة ولدت منفية، وكيبي ولدت غير منفية، وكيسي منفية، وما بيناتهم أم لا بوابة أور معناتها بوابة نور، كوني أعوضها بوابة أور بشرط المداخل الكامل يتم فيه إذاً، كيف نريد أن نفعله؟ إذاً، أعد درس من مخاطط منطقي الجديد، نصبه بوابة أور بوابة أور باش مربوطة الأولى، مربوطة بالكيأة بار بهذا الشكل، ومربوطة بالكيبي، ومربوطة بالكيسي بار، ومخرج البوابة هذا الجماعة، ومحن كتبه عنه، إنه يعني أشبه قموة الوصفة والمخرج البوابة مربوطة منمسح الجامعة، فإذا أجد دي موركا، لكن قمت بطليق عدة هذه البوابة تقوم بشكل كبيرة لدي على المخاطط منطقة خصوصة ما تقوم بصفر منطقي منطقي فيها كرير ار بي وصفر سي إذاً بوابة أور، أنا بينات بقوة دي موركا إذن، عندما التطوير بوابة مربوطة مباشرة كما بوابة أنت هذا بنسبة سؤال رقم 7 وهذا بنسبة 80 رقم 1 تلاميذ الأعزاء هيا 80 رقم 2 كما كنت لاحظوا التلاميذ رقم 2 فيه 7 أسئلة وفيه طريقة إكمال مخطط الزمني في المخطط الزمني أعطيتكم احتمالين احتمال أول كيمدلك الحالة عابرة غير ممثلا في المخطط والاحتمال الثاني كيمدلك الحالة عابرة لازم نتمثلها في المخطط هيا تلاميذ الأعزاء نبدأ في الحل سؤال الأول في تماما رقم 2 موظفة إينيت موظفة إكس 33 موظفة إكس 30 وما نوع البواب A أو B بل ما نجاوبوش لازمنا لازمنا ندرسه وثائقة أسانة كما كنت لاحظوا هنا كما كنت لاحظوا كان عداد بما أنه يحتوي على بوابات شرط نهاية العد ومش نسميه عداد بدورة ناقصة بما أنه يحتوي على المسح كون هو العداد اللي يحتاج المسح في رقم 1 هو عداد تصاعدي إذا لمشي هو نوع لهذا العداد عداد تصاعدي ترديده 6 دورة ناقصة وكما كنت لاحظوا هنا في طرق المسح كان طريقة إما عن طريق مرحلة ابتدائية صفة من أشغولها 3 احتضوا صفة في المستقبل إن شاء الله أو عن طريق مسح اليدوي إذا مش نقول هذا العداد هذا العداد تصاعدي ترديده 6 دورة ناقصة يحتوي مسح خارجي طريقتين المسح خارجي إما إكس 30 أو عن طريق مسح اليدوي إينيت كذلك هذا العداد يحتوي الإذن بالعاد عن طريق المرحلة إكسة 3 و 30 هيا تلاميذي الأعزاء أول حاجة ما وظيفة إكس 33 بما أنه مربوطة بإشارة 9 إكس 33 تصوية 0 ما كاش إشارة 9 إكس 33 تصوية 1 كان إشارة 9 إذا كنت نشرط إكس 33 تصوية 1 يبدأ العداد في العاد إذا لمشي وظيفتها إذن بالعاد وبعدها إكس 30 كنت نركزه على إكس 30 باش مربوطة بالإير المسح إذن وظيفتها مسح خارجي بطريقة آلية إذن إكس 30 هي مرحلة ابتداء من أشغولها 3 وظيفتها مسح العداد خارجيا آلية بدون تدخل إنسان وبعدها إينيت وهي الضغطة يضغط عليها الإنسان لبهي يمسح العداد إذن إينيت شو نسميها سميهم مسح العداد خارجيا يدويا بدون بتدخل الإنسان أما البوابة هذه الآن وش هي طابعة تحا إذن المسح هذا عندي مدخل واحد وعندي أكثر من طريقة المسح إذن البوابة في هذه الحالة وش لازم تكون بوابة أور لماذا نقول؟ وشان نقول يتم مسح العداد إما عن طريق إكس 30 أو عن طريق إينيت إذن البوابة أور وبما أنه إير يمشي بالمستوى الأدنى بتوافق البوابة مع إير لازم تكون منفيه بتتمسحها بالصفر منطقي إذن البوابة هذه هي نفي الأو نأتي مع بعض البوابة آ هي بوابة نور مسح العداد بأكثر من طريقة إما عن طريق إينيت أو عن طريق إكس 30 رحوا لي بعدها البوابة بهذه هي بوابة شرط نهاية العدد هي دائما البوابة AND ممكن يكون فيها احتمالات هنا ما كان حتى احتمال إذا ما شنقل البوابة بوشية هي بوابة AND تحقق شرط نهاية العد عندما يتحقق رقم 6 يتحقق رقم 6 يتمسح العدد إما عن طريق X30 أو عن طريق INIT رحوا لي بعدها ما نوع المسح هذا العدد كما كم تلاحظوا أنه R هذا يتمسح عن طريق إما X30 أو INIT كوامل خارجية ما لديه علاقة بالبوابة B ولا ما خارج تعلق قلبة K-R, KB, KC إذا ما نسميه هذا النوع المسح هو مسح خارجي إذا النوع المسح هو مسح خارجي بطريقتين إما X30 أو عن طريقة INIT سؤالي بعده أكمل تصميم منطقي لهذا العدد بانصمو هذا العدد ما لازم لي؟ لازم لي قلبات أعطاني ثف قلبات إذن ما لازم تكون؟ لازم تكون عندي استراتيجية فيها خمس خطوات الخطوة الأولى تبدي جعل قلبات مكافئة T أو قاسم توسع لها اثنين أو G كارن المدربة واحد منطقي واحد منطقي إذا ما نfeزه في هذه الحلاق؟ نحاولون قلب الأولوء الثاني وثعت إلى قلابات T وذلك بجعل ج أ أو ج كا يعمل واحد منطقي واحد منطقي وبما أنه عطار دي مسح خارجية تووتر من المسح سترتكلم بالمصدر تواثم إذا ما ن Zaizo في هذه الحالة؟ نحاول إقلاب الأول يعمل في حالة تبدي ج يساوي واحد وكا يساوي واحد قلب ثاني جي بي وكا بي وقلب ثاني جي سي وكا بي إذن قلبة هذه أصبح تعمل في حالة التبديل تقسيم تواتر على إثنان بعدما كملنا خطوة الأولى تبديره هو الخطوة الثانية وشي هو النمط العدد هل هو متزامن ولا غير متزامن وإحنا في المنهاج تعني نصره متزامن فقط وما معناته إشارة السعر رئيسي أش تربط بالقلب الأول ونكتب عليه الوزن الأضعف ألاس به إذن كرحوا المخطط الوظيفية لاحظوا لاحظوا عندي بوبة آن ناشم بوبة آن المدخل الأول نكتب عليه آش ومدخل الثاني نكتب عليه إكس 33 إذ بالعد والمخرج البوبة نرطوها بالقلب الأول وما تنساوش تكتبوا لي ألاس بهذا الوزن الأضعف الرقم اللي يجيه في جهة الأحاد وزن الأضعف بعدما كملنا النمط ونروحوا بخطوة ثلاثة وشي هو النوع العدد هل هو تصعودي أو تنازلي بما أنه عدد دورة ناقصة وش لاحظنا فيه المسح معناة عدد تصعودي لو كان يجينا S-P والله K-L-P-S عدد تنازلي إذن هذا وشي هو العدد؟ عدد تصعودي بعدما عرفت عدد تصعودي وشي نجيبه طريقة ليدين مساعدتين تشابه يولد عدد تنازلي للاختلاف عدد تصعودي وبما أنه راح نخدم عدد تصعودي نديروا الاختلاف إذا وش نديروا في بيدي الحالة القلب الأول من جهة الشارة تسعة جهة من المخرج هكيه غير منفي بهذا الشكل كما اكما تلاحظوا الاختلاف المخرج هذا غير منفي والجبهة منفي بنفس الطريقة المخرج كيبيه الغير منفي باشة نربطه نربطه بالجبهة المنفيةぐلها جبهة النازلة إذن ما بينقلب الأول وقلب الثاني عدد تصعودي وما بينقلب الثاني وقلب الثالث عدد تصعودي إذن هذا العدد كامل سيكون تصعودي لا تنسوا ان تكتبوا TheMSP القلب للأخير هو الوزن الأقوى بعد ما كملنا خطوة ثالثة ونروح خطوة رابعة ترديد نسأل روحي السؤال هل هو عدد دورة كاملة ولا دورة ناقصة بما انه كين هنا بوبة هو دورة ناقصة ولو كان خليه ان عدد كم راه واجمعه وش يحسب يحسب من صفر الى سبع عدد دورة كاملة يحسب صفر بعدها وان يروح الواحد بعدها وانين يبقى يمشي بهذا الشكل والقلبات يحسبوا كل احتمالات حتى ان يوصلوا الى احتمال اخير وان يكونوا كل قلبات واحد 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 مجرد انه العدد يوصل السبعات القائلة وان نعاودي يرجع للصفر لو كان خلي قلبت بهذا الشكل صممنا عدد ترديد ثمانية يحسب من صفر الى سبعة اذا انا سوال مرضوحة عمشي ان خدم عدد ترديد ثامان حاب ناخدم عدد ترديد ستة لازمنا نتخلصه من رقمه ستة لازم نقلبه يحسب من صفر للخمسة وستة هي شرط نهاية العد اذا ماذا يصبح? اذا نقول ستة لا يتمي الى ثني قواء لازم نتخلص من رقم ستة فيصبح العدد بهذا الشكل ويصبح بدورة ناقصة يحسب من صفر خمسة وستة شرط نهاية العدد. بعد ما عرفنا عدد دورة ناقصة نخرج شرط العدد. بما أن تصعودي شرط بداية بالصفر لا يوجد مشكل. أكبر رقم يصل إليه هو A-1 معاناة 6-1 هو 5 رقم 5 لازم يبان في الفلافيشور. ورقم 6 هو اللي لازم نتخلص منه بالبوابة المنطقية. إذن شرط نهاية العدد هو رقم 6 وهذه هي التوفيقات أو 1-1. إذن وش نديره في هذه الحالة؟ بما أنه عدد دورة ناقصة ناصم بوابة شرط نهاية العدد اللي هي بوابة الجدى. وش نديره في هذه الحالة. إذن هذه البوابة الجدى أوشي هي بوبة أن. نقدر نديرها ثث مداخل ونقدر نديرها زوج مداخل. لا لأنه استواجدها في واحد منطقة. في زوج واحدة نقدر نقضر 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 ثث مداخل. ونقدر نقضر 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 نقضر. أنا خدمتها كم ثثة مداخل. إذا من بعد هذه البوابة باش نربطها كين طريقتين. كان طريقة الأولية يحبها التلاميذ. ورحوا القلب الأول الألسبي نكتب عليه 2 أس صفر هو اللي هي واحد. ونزيدوا واحد. قلب ثاني ثان 2 أس واحد. اللي هي الثنين. قلب ثانين أس ثانين. اللي هي ربعة. لو كان جاء عندي قلب خمس. ثانين أس ثلاثة. اللي هي ثمانية وكمّة. إذن رقم ستة وش يسوي من هذو الأرقعة. يتحقق رقم السمتة قلبop 2 وأربعة. الستة وش يسوي 2 مع. 4. إذا هذه البوابة باش نربطها. ثانين وربعة نربطها بالكي بي وكي سي. والواحد موش يدخل في الحساب نربطه بالكي أبا. إذا نربطه بهذا الشكل. إذا 2 دخل في الحساب و4 دخل في الحساب. نربطهم بالمخارج العادية. إذا كي بي والكي سي بهذا الشكل. والمخارج المتباقي هذا باش نربطه. نربطه بالكي آبار تاعة الواحد لأنه مش دخل في الحساب. هنا واش تدرت؟ درت عملية حسابية واش هي واحد في كي آبار معتها واحد في الصفر زايد ثنين في واحد زايد ربعة في واحد معنتها ربعة زايد ثنين زايد صفر ساوي الستة وهو المطلب. وهنا نخرج السهم ونكتبه. اني ساوي ستة. هنا يا جماعة كملت التردي. وكان الطريقة الثانية. و ما نفعله الآن وقلت نجدها. نجدها ستا بنظام عشر. نحاوله بنظام تناي. نحاوله بنظام تناي. نجد نجدها واحد واحد صفر. بعد أن نخرج الساب. الساب. إذا هذا البلو الأخضر يعبر عليه كي آ. إذن ما هي المعادلة رقم ستة؟ متى يتحقق رقم ستة؟ يتحقق رقم ستة لما كي آ يكون صفر وكي بي يسوي واحد وكي سي يسوي واحد وشان يقول وا وا معانتها جودة. إذن كي سيف كي بي كي آ بار. معانتها نقدر بوابط ثم داخل ولا ندعو الوحدات المنطقية فقط. كلما الوحدات المنطقية كي بي وكي سي نقدر بوابط ثم داخل ونقدر بوابط انت بمتخلع. بعدما كما نتردي اضرحوا آخر حاجة واشي هو الن نوع المسح. كما كنت لاحظوا المسح واشي هو هو المسح الخارجي وكان اكثر من طريقة اما اكس ثلاثين او اينيت. وشان نقول اما. اذا رح نقصم هذه البوابة. اذا موش ندير اول حاجة. هذو ما داخل الارام نقلبهم كتلة واحدة. وهذه الكتلة شكون يتحكم فيها تحكم فيها بوابطة. اذا هذي البوابة وش رح تكون بوابطة اور. لماذا؟ لاننا نحن نمسح اما با اكس ثلاثين او بالانت. اذا المدخل الاول ش نكتبو اكس ثلاثين ومدخل ثاني اينيت المختلاء البوابه во perfectировış. نص southwest وعنون ان المختلاء في سبيل المستويه. وبما كنت لاحظوا المسح الجماعي لي 인�分かه با يمشي. في سبيل المستوي الذي expected. وكل تجعل اي عدد. واحد لا يستطيع Making clear blue color black black blue 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 blueOR blue green blue bluegewرق لابتل. أشياء بعد ما كملنا مداخل إرغام كليلول وكليل ثاني وكليل ثلاثة وش بقاتل مداخل إرغام برسيت مداخل إرغام برسيت ما يحتاجونش في العدادات التصاعدية بصفة عامة وبما أنه راهم صفر وما عنتها يكونوا مفاعلين لازم لن ديزاكتيفهم إذن هذه نربطوها بالفي سي سي وهذه بالفي سي سي وهذه نربطوها بالفي سي سي وهنا يكمل تعداد دورة ناقصة ترديده وستة فيه مسح الخارجي إما عن طريق ايكس ثلاثين أو إي نيت ويحتوي على إذن بالعد عن طريق مرح على ايكس ثلاثة وثلاثون تلما هذه الأعزابات وما كملنا هذا أرح ندير السيميلاسيو إذا نجيبه مفكك ترميز اللاه هذي باش نربطوها نربطوها بالكي آ هي الألسبي لا هي ديمة الألسبي نربطوها بالكي آ البنا نربطوها بالكي بي والس نربطوها بالكي سي وهذي والدي خلوها فارغة. وبعدنا نجيبوه لافيشو سبع قطع. وما ندخل تعال ا. تعال لافيشو نارطوب بالا. البي بالبي والسي بالسي الى غاية ج بالج. وبعدها كن ديرو السيميلاسيو. بمجرد تنشط اكس ثلاثة وثلاثين تكون واحد. واحد في اشارة ساعة. يسوي اشارة ساعة. يبدأ العدد يحسب. ونيرو. واحد. اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. مجرد جي رقم ستة. ما تبنش بالعين المجردة. موش يصد العدد يتمسح خارجيا. عن طريق اما اكس ثلاثين او عن طريق الانيت. هذا هو السيميلاسيو. تعدد ترديده ستة. يحسب من صفر الخامسة. اما ستة. ما تبنش بالعين المجردة. تلميذي الاعزاء. اذهب السؤال لبعده. اكتب معادلة سي كا لكل قلابات. واكتب معادلة رميز ازيرو. هاي نبدأ بالرميز ازيرو. اذا رميز ازيرو في سيوي. كما تلاحظ. هذه معادلة رميز ازيرو. هذه الكتلة كاملة جميعية يسمى رميز ازيرو. لتعلق اما اكس ثلاثين او اونيت كل ما نفي. ازيرو ماذا يساوي اكس ثلاثين. زائد اونيت كل ما نفي. ولكن من الناس كذلك الى البنية الداخلية. اير باش يمشي ايش يمشي بالمستوى الاربار. ولكن بالنسبة بلقلة اعتم LANي بأها كلير بار. معنا انت اير بار هي نفسها كلير بار. وتساوي رميز ازيرو. وتساوي هذا المعادلة. ونحكي عن بنية الداخلية تعالI clearWare. هذا بالنسبةى المعادلة في المس. رحوا المعادلة إشارة ساعة. إشارة ساعة نبدأ بشيكه. ساعة جعلقة بالش وش و يتعلق بالأش و اش و اش و اش و يساوي اش و يساوي اش و ساعة ثلاثة ثلاثين فيه اش. اما الميقاتية تعالق علا بثاني سي كابي باش تعلق. علاق بالمخرج كأة. اذا مش تساوي كأة فقط. اما الميقاتية سي كاسي باش تعلق بالمخرج تع كابي فقط بهذا هذا بنسبة سؤال رقم سؤال رقم خمسة أكمل مخطط زمني لهذا العداد تلميذ الأعزابان كمل مخطط زمني لازمنا المخطط المنطقي المساعد بيساعدنا بنعرف وش كون لي يمسح بنعرف الإشارة الساعة باش تمشي إلى آخره إذا لازمنا هذا المخطط وهنا أعطاكم مخطط زمني وش فيه في إشارة سعر إسياه آش اكس 33 وش واضحة اكس 33 جمع رقز معي منه شوف ش معناتها اكس 33 تبدلها الصفر معناتها ما توصلش إشارة الساعة معناتها اللي قلبت في حالة الذاكرة اكس 33 يساوي واحد واحد في إشارة ساعة ساويا إشارة ساعة معناتها قلبت في حالة التبديل رحوا الاخس 30 جمع باش مربوطة اكس 30 مربوطة بالمداخل الإيرغام clear عوضوا شوف اكس 30 لما تمدلها واحد واحد أي عدد وش يساوي واحد نجو انتعوا الصفر الصفر يوصل كله أولا ويصال كله ثانية ويصال كله أثنى ويصال كله ثلاثة وهنا وش حيصراه يتمسحوا القلبات معناتها كتمدلها واحد تمسح القلبات كتتمدلها الصفرة تولي خاملة وبعدها أع عزيز بتكمل مخطط زمني لازم تكون عندك أولويات أولوي الأولى ابدأ مداخل الإرغام هي الأولى إذا كانت مفاعلة فهي تتحكم في المخارجات وترغمها على صفر إذا كانت غير مفاعلة يذهب الأولوية الثانية إشارة ساعة إذا كانت إشارة ساعة غير مفاعلة المخارج في حالة ذاكرة إذا كانت إشارة ساعة مفاعلة المخارج في حالة التبديل أرباح نطبقوا هذه الأولوية إذن التلاميذ الأعزاء نبدأ بمداخل الإرغام مداخل الإرغام ما تكون تحكم فيهم X30 X30 تقوم بعمل واحد مع أي عدد وماذا يقوم بعمل واحد في التعوى الصفة ستنشط Clear A ستنشط Clear B ستنشط Clear C إذا ما نقوله لما X30 تقوم بعمل واحد تكون منشطة لما X30 تكون منشطة الصفة تكون خامل لما X30 تقوم بعمل واحد تكون منشطة وبعدها نقوم بعمل التضليل إذن هذا المجال باللون البنافسجي بما أن X30 تقوم بعمل منشطة ستنشط الإرغام لتنشط المدخل الإرغام قلب الأول إرغام على صفر وقلب الثاني إرغام على صفر وقلب الثالث إرغام على صفر وبنفس الطريقة نزيد ونكمل هذا المجال لأن X30 تسوي واحد من داخل إرغام منشطة إذن إرغام على صفر 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 وبعدها ما بقناه بقناه المجال هذا الوسطاني ندرسه الأولويه الثانيه إشارة أسع إشارة الساعة X33 нами أشهل إشراء ثاعة معنا إشارة الساعة إن الأعلى النبع نحر مله وإشارة الساعة يجب يستطعون وَالثالث إشارة ساعة وإنما بقناه هذا المجال الذي يستطيعه victor هنا كينا إشارة الساعة. بعد أن تجي مرحلة الثلاثة. وش نديره إسقاط جبهات نازلة ولا جبهات صاعدة. بها نعرف الإجابة وروحوا القلاب الأول. إذا قلاب الأول بش يتأثر بالجبهة النازلة تعيش إشارة الأرش. إذا وين كينا جبهة نازلة نديرها إسقاط. إذا عندي هذه الجبهة الأولى والثانية الثلاثة رابعة خمسة. هذو هما خمس جبهات. لأنه هذو الجبهات مهموناش. كما هذو الجبهات وين جايين? جايين في المجال إرغام. وهذه الجبهة وين جايين جايين في المجال لي مكنش إشارة الساعة. إذا وش نديره؟ نديره غير هذه الجبهات فقط. إذا نسقط الجبهة الأولى ثانية ثلاثة رابعة خمسة. بعد ما كمان ناسقاط الجبهات بعدها نبدأ نتساءل. إذا وش هو السؤال له في روحي. هذا المقطط الزماني لاح نخدمه. نحن نخدمه للعدادات ولا للسجيلات. إذا رح نخدم عدادات نخدمه مبدأ التبديل. إذا رح نخدم سجيلات نخدمه مبدأ التقليل. أنا وش هنخدم؟ العدادات. إذا وش نحتياج تبديل. إذا نكتب هنا كلمة مفتاحية تبديل. بعد ما عرفنا باللي التبديل وروحوا القلاب الأول. رخزوا معي. قلاب الأول شكن يمدلو إشارة الساعة؟ الآش. كل ما تجيه جبهة نازلة وش يسألو يتبدل. إذا هنا وش كان سيفة الصفر يوصل النقطة هذي يتبدل. جبهة الأولى. جبهة ثانية وصلات وزيد يتبدل الصفر. جبهة ثثة يولي واحد. جبهة بعد ما كملت قلاب الأول وروحوا القلاب الثاني. بما أنه تركيب عدد لا تزامني. معناة القلاب الثاني من جهة إشارة تسعة. ما تجيه ملقاش. جه من واش. جه من الكيآ. إذا مصدر إشارة تسعة وش هو كيآ. وباش يتأثر بالجبهة النازلة. إذا وش رح نديره. رحوا المخرج كيآ ونعينوا جبهات النازلة. عندي جبهة الأولى. جبهة الثانية. هذي ما تدخلش بس كون مداخل إرغا. إذا مش تكون هنا. سفر 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 كي توصل جبهة النازلة تع كيآ يتبدل. يولي واحد. كي زيد توصل جبهة الثانية تع كيآ يزيد يتبدل الصفر. ويبقى بهذا أشياء. القلاب الثالث. بنفس الطريقة. كون يمدلو إشارة الساعة. اللي هو كيبي. باش يتأثر. يتأثر بالجبهة النازلة. يعني ونروحوا وروحوا كيبي ونعينوا الجبهة نازلة. إذا وش عندي. عند غير جبهة هذه نازلة واحدة فقط. إذا هنا كيس وش يسوي. هذي كامل. سفر سفر يوصل النقطة هذي يتبدل ويولي واحد. وبعدها يهبط للسفر. هنا كملنا مخارج كيآ كيبي كيس وش يجي. جيد ترقيم بالنظام ثوني. إذا هذه سفر واحد. سفر واحد. سفر واحد. سفر سفر واحد. سفرiles. والمخرج الأخير صفر 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 صفر. واحد. 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 من بعدها نكتب وهذا أصفر كامل إذاً بعدها نحواليهم نظام ثوني إذًا هذه أصفر معانتها الصفر هذه الصفرlli واحد بد�에 نظام ثوني معانتها 첫 هذه الصفرل واحد صفر معانتها بدأة عشاري ثنين وهذه الصفرل واحد واحدة عندما بدأس عشاري الثلاثة وهاذي واحد صفر صفر معانتها ar Baptist وهذه واحد صفر واحد معانتها ما في لو pun مؤخراعي أنه في المهبر العديد بالتأكير شرط نهاية العدد you to burn في هذه الحالة أخدم بنرس الطريقة إذا قلب الأول يتأثر بالجبهة النازلة بهذا الشكل أخدم عادي والشكل متلاحظوا كان هذه الزيادة ليزادها لك عليها يزادها لك حبيبيا لك باللي رقم ستة أيبات من زمن ظهور تعهو قليل جدا لا تستشوفوا العين مجرد بنرس الطريقة قلب الثاني باش يتأثر بالجبهة النازلة تعقلب الأول واش معانتها صيفر يتبدل واحد وبعدها صيفر وبعدها يولي واحد والقلب الثالث باش يتأثر يتأثر بالجبهة النازلة أتعقلب كيبي نعينه الجبهة النازلة واش يولي يولي صيفر صيفر يوصل هنا واش يولي واحد 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 هنا يصل صيفر أروح ندلو الأرقام إذن هذي واشي صيفر واحد صيفر واحد صيفر واحد صيفر لبعدها صيفر صيفر واحد واحد صيفر صيفر واحد لبعدها صيفر 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 ربع مرات واحد 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 من بعدها نكتبهم فتأصفار صيفر صيفر واحد سفر واحد سفر سفر واحد 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 زيرو زيرو واحد سفر واحد وهنا واحد واحد سفر هذه اللي بنت شو سميها يعني لو انتهاكم بلو الأحمر ووش يسميها الحالة العابرة حالة عابرة زمن ظهور تح قليل جداً ما عندها رقم ستة في الواقع يظهر ما يشوفوش عين المجرد زمن ظهور تعو سغير جداً بالميكرو سيكون إذا هنا مش بينا الحالة العابرة هذا بنسبة لسؤال رقم خمسة اللي هو أكبر مخطط زمني لهذا التركيب هنا يا سفر 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 لماذا تنسيت مداخل الإرغام وهنا تنميذ الأعزاء كمان مخطط زمني لهذا العدان هيا روحوا لسؤال اللي بعده سؤال رقم ستة ما هي البوابة الموافقة للبوابة بي وش هي البوابة اللي نقدرون نبدلها بالبي وبقى عندنا نفس الخدم إذا في هذه الحالة وش نستخدمون نظرية دي مورغان إذا البوابة اللي كانت عندنا وش كانت كانت كي سي في كي بي في كي آبار هكذا كنت شايفين عنها تساوي واحد واحد سفر نحن أن نحاول في 엄청 قطة لنظرية دي مورغان، آخر أحد ما هو متغيرات كي سي في كي بي في كي بي في كي بي في كي بي وبر أو كي أم بار كي في كي بي في كي بي وش هل вами تتاحث عن نفسه هناك إعمال وأي من أجه الموتى وisms أخرى فو هل هو كي ام كي بر عن طريق م��لح سع June نحن لع이드 مtakرة حول العملية الحسابة أحد أننا العملية الحسابية وأيضاً ما بين هذان كي بي vs كي بي وكي بي وكي ام بي ام ب They BASSть هو مجموه كي يTSO هذه هذه خطبه ثاني الخطبه الثالثته تبعليсь بجملة الكامعة والجملة كاملة وليست منفية كليا هناك جملة منفية كلصيا إذا هذه المعادلة جديدة بإستخدام نظرية de imorgen clase الم pillars هاوف shifting us وليست بشيئة كي讲 كيز رمضين كي ب كي ب كي ب كي ب ب وهذا المنتظر النبيوات والمفتد من تقييم الزال500 حماقت يعني الزال200 ومن تظن من وضبط بق Relax ونسمح تعب في عبر السكن لا يوجد هذا الرجل من هذه الحادث فان نramer concretها. وب Herobos لنقوم بتح senior ان وش يساوي يساوي ستة بهذا الشكل إذن وين تقللوا بوبة نور ولا بوبة او أعرفوا في العدد استخدموا نظرية ديمورغان جيبوا البوبة المكافئة لبوبة شطنية العدلية عادة تكون بوبة اند ولا تكون بوبة ناند هذا بنسبة السؤال رقم ستة وسؤال رقم سبعة نعم هذه العزة روح وتمرين رقم ثلاثة نعم نحط وتمية رقم ثلاثة في خصة أسئلة أرواح الحلو مع بعض ثمان ثلاثة ومن طولوش فيه بس كلها أفكار ديناهم في ثمان الأول وتمرين الثاني تلميذي العزيز السؤال رقم ثلاثة موظيفة الانيت وإكس حداس وإكس عشر هم نوعب بوبة او بي بها نعرفوا هذه الأسئلة لازم لنقرؤوا الوثائق الصانع إذن في الوثائق الصانع بما أنه عطاني بوبة شرق نهاية العدد فهو عداد بدورة ناقصة وبما أن هذا التركيب يحتاج المسح، ما هو العدد الذي يحتاج المسح؟ هل هو عدد تصعدي أو التنزل؟ هو عدد تصعدي إذن ما نقوله عدد تصعدي بدورة ناقصة ومن بعدها كيف نذهب هنا يا وشك تلاحظوا عندي بوبة او اللي هي فيها طريقتين المسح الطريقة الأولى مربوطة بالإكس عشر خارجياً والمدخل الثاني تعال بوبة او باش مربوط مربوط بالمخرج البوبة بتعشرط نهاية العدد إذن هذا العدد وشي هو؟ هو عدد تصعدي بدورة ناقصة ترديد 9 يحتوي على طريقتين المسح، إما عن طريق المسح الخارجي عن طريق تنشط مرحلة إكس عشر أو عن طريق مسح الذاتي داخلي عندما يتحقق رقم 9 كذلك هذا العدد يحتوي على بوبة الآن مع أنتها كان إذن بالعد، وش كوني يقومني بإذن العدد هي المرحلة إكس حداش؟ على تلاميذ الأعزاء نبدأ ونجاوبه أول حاجة، وش وظيفة إكس حداش؟ بما أن إكس حداش مربوطة إشارة 9، وظيفتها إذن، وبما أن التركيب عدد مع أنتها وظيفتها إذن بالعدد إكس عشرة، لو كنشوف إكس عشرة ونتبعوا المسح التاح لما راح راح الأر، راح الأر هو المسح، إذن إكس عشرة وش نسميها؟ مسح العدد خارجيا بطريقة آلية ورحوا لي بعدها البوبة بي، البوبة الشرطنية العدد هي بوبة دائما جداء، كي نستثناء واحد ممكن تكون نفي الجداء، شفناك يعد عندي مسح الذاتي فقط، إذن البوبة بي وش هي؟ هي بوبة آلية، وش وظيفتها؟ مسح العدد الذاتي عند وصول إلى رقمة 9 تنظر لا أدى ثم أستثناء واحد مدة معاك التي هي الموجودة لانته من اعزام الأرض من سؤال حقب أمًا لديها مثل الموجود لما راح إالك أومالا كي نستثناءEl وانتبعون ممكن النصر عن شيء جداء أنه صه distPHA تقومات مجادر م statutory違 sv2 على رائعة م Championship وش وظيفتها؟ مسح العدد بأكثر من طريقة إما X عشرة أو عن طريق المسح الذاتي عندما يتحقق رقمة 9 تناميذ الآيزة سألت ت pastady استراتيجية اول حاجه هي التبديل يش معنتها هنا ما طاليش في سي سي مبنى انه ما طاليش مصدر التوطف في سي سي الجي او كي او مدلهم واحد منطقي نحاول القلب لول تبديل نزيده نحاول القلب الثاني التبديل مدهم واحد واحد قلب الثالث مدهم واحد واحد وقلب 4 واحد هنا ماتش مصدر التوطف نكتبوا وحدات منطقيه هذه الخطوة الاولى خطوة ثانية ما هو النوع العدد هل هو متزامن أو غير متزامن نحن ندرس عددات غير متزامنة وش كل القلاب اللي مدلو إشارة الساعة مدلو X مع X21 إذن بالعدل إذا هنا وش نديره نصم بوباءان مدخل أول نربطها بالقلاب الأول مدخل الأول هو إشارة الساعة ومدخل ثاني X1 إذن بالعدل وما تنسوا إشارة الساعة إذا كي آهياد الوزن الأحد بعدما تكملنا خطوة ثانية نامط راح الخطوة الثالثة هو النوع هل هو عدد تصاعد أو تنازلي بما أن نلقينا فيه المسمع عن تعداد التصاعد إذا في هذه الحالة نتبعه طريقة يدين مساعدتين تشابه يولد عدد تنازلي واختلاف عدد تصاعد إذن وش نخليه الاختلاف إذن وش نديره في القلاب الأول المخرج القلاب الأول شوف معي إشارة ساعة إشارة ساعة جبهة منفية شكون هو العكس تاحا هو المخرج غير منفي إذن باش نربطها بالكيئة رحوا القلاب الثاني جبهة منفية نربطها بالمخرج غير منفي وقلاب الثالثة الرابع جبهة منفية معناتها نربطها بالمخرج غير منفي إذا هنا وش رانيك صممت عددها تصاعد وما تنسى وش تكتبوا القلاب الأخير أماس بي بعدما كملت النوع الجي فطوة ثلاثة وهو الترديد لو كنخليه العدد بهذا الشكل إذن هذا العدد يسمى دورة كاملة قد في قلاب يربع قلابات 2 أسر 4 أو شيء يساوي 16 معنات لهذا العدد يحسب من صفر 15 أنا مش حاب نخدم عدد ترديدوه 16 حاب نخدم عدد ترديدو 9 إذا في هذه الحالة وش لازم لي لازم لي لازم لي نتخلصه من رقم 9 وتسعة لا ينتمي إلى ثني قوائن إذا هذا العدد بدورة ناقيصة إذا طريقة وش نجيبه نجيبه وإذا وش هي الخصائص العدد إذا العدد باش يبدأ يبدأ بصفر ماشي مشكل وبما أنه ترديدو التسعة معنات أكبر رقم اللي يجب أن يبين هو ثمانية وشارط النهاية للعدد هو هو التسعة ورقم تسعة هو اللي لازم نتخلصه منه إذا وش نرسمه هنا نرسمه بوابة بمدخلين وقادر نرسمها بوابة بربع مداخل كل مرة كيف نخدم تلميذ الأعزاء بها نعرف مداخلتها هذه البوابة نحاوله من نظام العشري إلى نظام ثنائي في القلب الأول نكتبه 2 أس صفر معناتها واحد قلب الثاني يزيد واحد معتها 2 أس واحد معناتها ثنين قلب الثاني يزيد واحد ثنين أس ثنين معناتها ربعة وقلب الآخية ثنين أس ثلاثة معناتها ثمانية سؤال ما تروح تسعة وش يساوي من هذو الأرقام يساوي رقم واحد مع ثمانية إذا البوابة هذه باش تربط مدم أن أعطيها لمدخلين نربطها بالكي آ والكي دي فقط إذا هذه البوابة تربط بالكي آ والكي دي فقط ونكتبه هنا آن وشي يساوي تسعة ولو كان مثلا فرضا لي بو بربعة من داخل إذن وش ثنين وربعة من حتيات جمش إذن باش نربطهم كي ببار وكي سي بار هذه الطريقة الأولى طريقة الثانية آن تسعة حولها من نظام عشرين نظام ثوني تساوي واحد صفر واحد هذا اللي جاي منها الاس بي عبر عليه كي آه إذن وشي التوفيق الشرط نهاية العاد من قبيل حق him key A تسعة قلبي cuznet كي بي يساوي تسعة ولو كي بي بار وكي سي ساعوي تسعة بهذا المффرد. إذن توفيق الشرط نهاية العاد أرد أن يساوي كي بار كي بار كي بار كي بار كي بار كي كي بار كي بار بقيد أو إنزل سريق منتخل آن وكي بارك ماแعلم نذошي نسمع تسعة بهذا المنطقة هنا كمّلنا كمّلنا الترديد وبعدما كمّلنا الترديد أخير فطوة لي المسح كما تلاحظوا عندي طريقتين للمسح إما X10 أو X9 إذاً هذه البوبة وشي هي البوبة أو ولازم تكون من فيها توافق مع الاربار وهذه البوبة فيها مدخلة لأنه عندي طريقتين للمسح إذاً كيف نديره أول حاجة جمع هذه البوبة اللي هي بوبة نور قبل ما ننصبه بوبة نور نديره المسح الجماعي كلية الأول وكلية الثاني وثالث وربع نربطهم من كتلة واحدة وبعدها ننصبه بوبة R بوبة R مربوطة مربوطة ب X10 ومدخل الثاني بش مربوط مربوط بالمخرج البوبة B اللي هي بوبة N نربطه بهذا الشكل والمخرج بوبة R نربطه بالمسح الجماعي وبما أن البوبة هذي تحقق مدل الواحد ما يقدش يكتيفي لمداخل الإرغام بها يتوافق المخرج البوبة مع المداخل الإرغام كلية وش لازم تكون هذه البوبة لازم تكون من فيها بعد ما كمّلنا تلميذي الأعزاء المسح الخارجي وش يبقى هنا مداخل إرغام برسات بار هذه المداخل الإرغام لو كنخليها فارغة تكون فعالة لأنه لو كنخليها فارغة رامعنتها يوصلها صفة وصفة فعالة ووش لازمين لازمين ندساكتفها إذا مداخل الإرغام برسات ديما ندساكتفها في العددات التصعدي إذا هذه مدولها واحد وهذه واحد وهذه واحد وهذه واحد وهذه واحد وهنا تلميذي الأعزاء كمّلنا سؤال رقم 2 سؤال رقم 3 أكمل معادلة سيكا لكل قلابات ومعادلة روميز A0 نبدأ بمعادلة روميز A0 إذا نجد مخرج هذه البوابة والله مخرج هذه البوابة كما تلاحظون تلميذي الأعزاء هذه البوابة وماذا هو المخرجة؟ هذه المخرج البوابة سميها روميز A0 مسح الجمع روميز يتعلق بـ X10 ويتعلق بـ N إذا ماذا يفعل؟ X10 زيد N وبما أن البوابة هذه المنفية X10 زيد N كل منفية بعد تلميذي الأعزاء نذهب إلى مداخل X9 إذا سيكا ماذا تفعل؟ X11 وقوموا بـ X11 سيكا بي سيكون يمدل X9 إذا سيكا بي سيكون يمدل X9 إذا سيكا بي سيكون يمدل X9 سيكا بي سيكون يمدل X9 يمدل X9 وآخر المنفية سيكا دي ماذا تفعل؟ X9 هذا بالنسبة لسؤال رقم 3 3 سؤالي بعده ما هي البوابة الموافقة للبوابة بي؟ كي شكل هذا السؤال استخدم نظريته دي مورغان هذه البوابة نبدلها ببوابة أخرى كيف نخرجها طريقة بسيطة جدا؟ كيف هي المعادلة تحت؟ هي معادلتها كي آ في كي دي نخرجها بنظر دي مورغان أبدأ عكس المتغيرات كي آ غير منفي وكي دي غير منفي وكي دي غير منفي كي آ وكي دي كيف هي العملية مبيناتهم؟ الموافقة لكم على أك وستخدم proc Institute الموافقة لكم سؤالي بعد وقال لك أعد رسم المخطط المنطقي الجديد إذا ماذا نديره نحذفه هذه ونصمه بوابة النور بوابة النور مدخل الأول باش مربوطة مربوطة بالكيئة بار بهذا الشكل ومربوطة كذلك بكيدي بار بهذا الشكل والمخلج تعل بوابة جمعة وين يروح من المخطط الوظيفي وين يروح يروح للمدخل الثاني أخدمنا بوابة مكافئة باستخدام نظريته دي ماركا تلميذي الأعزاء كمنا التمرين الثالث وروح الآخر تمرين اللي هو تمرين رقم ربعة ربعة رح يكون مخالف على تميرين واحد واثنين وثلاثة لأنه تميرين واحد واثنين وثلاثة عطانا ترديد مباشر أما في تميرين رقم ربعة عطانا ترديد مشفر غير مباشر كما كنتلاحظوا هنا باستخدام المخطط المنطقي تقدر تعرفوا العدد بكل بساطة بما أنه هذا العدد فيه ثلاث مخارج كي سيفو كي واحد وكي اثنين ويحتوي على بوبة منطقية ولا دارة منطقية معا تعداد بدورة ناقصة وبما أنه يحتوي على مدخل آير للمسح معا تعداد تصاودي إذن هذا التركيب وش نسميه عداد تصاودي بدورة ناقصة وش في هذا يحتوي على مسح الخارجي إما عن طارق إكس عشرين أو إنيت وش شرط نهاية العدلية مرتبطة بواش بالكي اير والكي اير جمعه وش هي عبارة عن دالة متغيرة بدلات كي سيفو كي واحد وكي اثنين إذن هذا الترديد وش لازم نخرج العبارة تاعه من الجدوى الحقيقة ومن بعد وش لازم نديرولو؟ لازم نديرولو تبسيط بالجدوى الكانون بأن نقصوا عدد البوابات المنطقية هيا تلاميذي الأعزاء هذا هو الجدوى الكانون اللي اعطاها لكم واطلب منكم كملوا المخطط المنطقي وعيدنا في حل هذا التمارين وحتل تلاحظوا بلي هذا التمارين بسيطة جدا إذن التلاميذي الأعزاء إذن كما كم تلاحظوا شرط نهاية العدلية كي اير إذن كي اير هي نفس الـ اه هنا وش هي والهدف تاعنا نخرجوا الكي اير كنروحوا الكي اير جمعه وش نلاحظوا؟ نلاحظوا فيها متغيرة فيها خمس أصفاء وثث وحدات في الداخل هذه الكي اير من الجدوى الحقيقة كي اير؟ نتجمع هذه التجميع التي محتج EEZ التجميع محتجessional وايذن يسوي كي صفر في كي واحد بار في كي اثنين إذا فقط edge같Cam لت Ferrari كي اير ماذا تسوي كي صفر في كي واحد بار في كي اثنين كذلك فور ت Обج ana من 호ب Pak ما هي تجميع عن آخر كي صفر بار في كي واحد في كي اثنين كذلك فور تجمعها الثالثة ولكن أفتحار فن故 لي واحدا إذا فلات ذلك وهذا يجمع اركي سحيح مايكش غلط مايوشيها السلبية أنه تخرج لك بوابات كثيرة جدا كما هنا نحتاج بوابة اند ونحتاج بوابا اند بثلاث مداخل ونحتاج بوابا اور بثلاث مداخل إذا بوابات كثيرة رسم معقد أسلك كثيرة استهلاك للطاقة كربائي كثير في هذه الحالة مايوش وجب علينا؟ وجب علينا تبسيط هذه المعادلة لتقليل الاعدد لتقليل بوابات المنطقية وهنا وش نستخدمه؟ نستخدم جدول كارنو إذن استاذ كيفي نستخدام جدوى المتغير بسيط جدا. أول حاجة قسم المتغيرات. كمانان الفوق مشدي، إ platر اخيفة و كي واحد الفوق. والأسفل ت Logan Key 2. قد اض��ت من انت تذربة root Key 1، 2008 عادة. ثاني حاجة يجب ان اتجاه المتغيرات يتبع اتجاه المداخل. كمانانشوف في اليمين كي سيفا ثم Key 1ًا نحو الياس ثم Key 2Nحو الياس. لازم إن ما عن celular كي سيفا و newspapersضم Key 1 ثم Key 2. أتجيك عملية النقل بسيطة جدا بعد ما كملنا هذه واشننح نديره ترقيم بتشفير Gray هيا نبدأ هنا إذن هنا تلميذ الأعذر رقص معامل هنا عندي متغيرة نبدأ بصفر صفر تركونا الرقم الذي يأتي بعده بتشفير Gray صفر واحد ثم ما يأتي بصفر واحد وليس واحد صفر ومن بعد ما يأتي بصفر هذا هو تشفير Gray بمتغير أما تشفير Gray بمتغير واحد واشنح رقم له الصفر وهنا يأتي بصفر واحد بعدما كملنا تشفير غري وش يجي خطوة ثلاثة هي نقل متغيرات الى جدول كارنو كيف ننقلها استاذ بسيطة جدا اذا وش كون احسن ننقل اصفار ولا وحدات الاحسن ننقل الوحدات لانه عدد الوحدات اقل من عدد الاصفار كن ننقل ثلاث وحدات ونكتبوهم هنا الباقي الخلايا نكتبوهم كامل اصفار اذا وش ننقل ننقل اقل ارقام كم هنا اقل ارقام وحدات ولا اصفار اللي هي وحدة بعدها تلميذ الاعزاث وش ننقل ثلاث وحدات منطقية اذا هذا الواحد وش يو تشفير تاعه تشفير تاعه صفر واحد مع الواحد لما كي صفو كي واحد يساوي صفر واحد وكي اثنين يساوي واحد اذا هذه الخالية والراحي اذا هذه هي صفر واحد مع ماذا؟ مع واحد اذا هنا وش نكتبو هنا نكتبو رقم واحد احنا كملنا رقم واحد رحو رقم الثاني هذا الواحد وش يو تشفير تاعه تشفير تعوى 1-0 مع الواحد وراء 1-0 إذن اللي هي هذه مع الواحد إذن هذه إذن هنا وش نكتبه؟ واحد وبقالي رقم الأخير واحد وش هو تشفير تعوى؟ تشفير تعوى هو 1-1-1 مع الواحد إذن 1-1 الي وهذا مع الواحد هذا إذن هنا وش نكتبه؟ واحد بعدما انقلت ثلث الأرقام وش يبقى لي هذه الخلايا كامل نكملهم بالأصفر بهذا الشاكل إذن قطوة الثلاثة وش درنا؟ عملينا جدول كارنو تلميذ الأعزاء بعدما كملنا نقل الواحدات الأصفر المنطقية اللي الجدول كانوا دي الخطوة الرابعة الخطوة الرابعة كيف نستخرج التجميعات كما درسته في السنة الثانية وش هي الخطة المتبعة؟ بنصم تجميعات منقلتش إذن بها تصم تجميعات لازم تصم أقل عدد ممكن من تجميعات وش معناتها؟ لو كانت تجميعات وزوج تجميعات زوج تجميعات أفضل مثل تجميعات هذه أول حاجة ثانية حاجة لازم تجميعها تحتوي أكبر عدد من الخلية وش معناتها؟ إذا تجميع تجميع فيها خالية وتجميع فيها زوج تكون خير من واحد لو كانت تجميع تجميع فيها ربعة وتجميع فيها ثنين ربعة خير من ثنين لو كانت تجميع تجميع فيها ستة وتجميع فيها ربعة ربعة خير من ستة على قلناها ربعة خير من ستة الشرط الثالث وشيو لازم تجميعها تنتمي ثنين قوائن وش معناتها؟ تجميعها فيها خالية وحدة، يزوج، واربعة أو ثمانية ما كانت ستة وخمسة إلى أخير هذو هما ثلاث خطوة أرواح نطبقهم تلميذي الأعزاء هاين بدؤم كما كنت لاحظوا هنا لازم لتجميعها تكون أكبر عدد ممكن من خلايا واحد عندي واحد نقدر ندر واحد مكينة اثنين نقدر ندر اثنين أفضل من واحد إذن هذه التجميع صحيح بعدما دت التجميع الأولى بقاتلي هذا الواحد هذا الواحد نقدره تجميعها في خالية واحدة ونقدره سوش خالية ونجدها مشتركة نختمها عادة المهم لازم تجميعها تحتوي على أكبر عدد من خالية إذن وش يولي هذه التجميع الثانية مشتركة مع التجميع الأولى إذن تجميع الأولى في هزوش خالية وتجميع الثانية في هزوش خالية وفق ثنيق وإن إذن هنا صحيب بعد ما وصلت هذه خلاص دخول جد وكانوا بسيط جدا هيا نبدأ ونكتبه إذن المعادلة الكير وماذا تنفع لك؟ إذا عندي تجميع لكيير وش تُسوي تجميع الأولى مع التجميع الثانية تجميع التجميع بلاو الأزرق و تجميعه بلاو البرش أو خالي من بعد التلميذ الأعزاء أرواح هو نخرجه للتجميه للتجميع الأولى ونخرجه لتجميع الثانية م eater ب Porsche تجميع الثانية هذه تجميع الثانيةedar وMO C'0 1 متألية عhalten هو بـ 12 وحديث توش mm verständ linux انه Pour C&k20 مدتها بهذا الشكل إذا وش تشمل صفر واحد وواحد واحد الفوق وتشمل واحد في الكي اثنين من بعدها أستاذ كيف هنخرجوا للتبسيط الجديد طريقة بسيطة جدا نحن نبدأ بتجميع الزرقة هيا جمعنا نبدأ بتجميع الزرقة المتغير كي صفر هاو بلون الأحمر متغير كي واحد بلون الأخضر ومتغير كي ثني بلون الأزرق نحن نبدأ بالكي صفر جمعنا ركزنا معي ملي على طول التجميع كي صفر كان هنا يا كان واحد وهنا وش بقى ابقى واحد هنا المتغير اللي ما يغيرش حالة تعه اكتبو عادي المتغير اللي يغير حالة تعه اكتبو واحد منطق إذا وش نقولو كي صفر على طول المجمع كان واحد بقى واحد إذا وش نكتبو كي صفر لو كان مثلا كي صفر كان هنا صفر وبقى صفر وش نكتبو كي صفر بار صفر ما عندها من فيه واحد غير من فيه كما أن كي صفر ذكروا روحوا المتغير الثاني على طول التجميع المتغير الثاني وش هو كي واحد هو بلون الأخضر اذا اذا كانت قليلاة ستغيري حالته نتحرك التجميه ويجب Studied ��� شوف معها جماعة. كي سيفر. وش كان هنا؟ كان واحد. وش غير حالتها. وش نكتب؟ نكتب واحد منطقي. كما نكتيف وش. رحو كي واحد. شوف كي واحد. كان واحد وبقى واحد. بقى ثابت. مغيهش حالتها. وبما ان واحد وش نربز له في كي واحد. نكتبوا كي واحد. عادي. وكي ثنين جماعة بقى واحد. نكتبوا كي ثنين. هذه هي التجمعات الثانية باللونة البرتقالية. من بعدها تلاميذ الاعزاء. وواحد وخي عنصر هيدي. إذا ولا نخبر مخرج كي؟ ماذا يفعل؟ يفعل كي سيفر كي ثنين يروح الواحد زايد كي واحد في كي ثنين هذا هو التبسيطة عاش جدول كارنو تلميذ الأعزاء بعد ما خرجنا الكي إير وخرجنا المعادلة المبسطة أدركوا كيف نلاحظوا إذا كان عندك معامل مشترك زيد خرجه وتقلل عدد البوابات لماذا؟ كما هنا؟ كما هنا قد عندي بوابة عندي كي سيفر كي ثنين بوابة آن وكي واحد كي ثنين بوابة آن ومبيناتهم جمع قد عندي ثلث بوابة بس احنا عندك معامل مشترك كي ثنين ماذا؟ خرج لسي معامل معامل كي ثنين إذا كيف تقوم ب吸 containing كي ثنين وكيف يؤلم بوابة دين كي سيفر كي وحد لذوي بكم بوابة جمع أو بوابة جدا كانت معرفة لو كان ذلك فلت يجددل عامل المشترك إذا قد تقوم بlaim Tulまたizi اد 임 خرج هناية تلميذ الأعزاء يحث أن ترديد العدد كي كيف ي� Tiny هنبيل صديق كي ماذا يس؟ كيف يكذنين لا ينقوم بود ما يبقى اسم كي لزيد الكي بعد ما عرفنا ترديد المشفر جاءنا سؤال ماذا قال لك أكمل تصميم المنطقي لهذا العداد بنفس الطريقة عدنا الاستراتيجية وش فيها فيها خمس خطوات خطوة الأولى تبديل ثانية نامض ثلاثة النوع الرابعة ترديد والخامسة المسر هيا تلميذي الأعزاء نبدأ بالخطوة الأولى تبديل وش معنتها نقلب له نقبله تبديل والثاني تبديل وثلث تبديل إذا كامل باش نربطهم بالفي سي سي وحول قلب الأول جي صفر وك صفر وجي واحد وك واحد وك 2 ربطهم بالفي سي سي يصبح العدد للقلب الأول والثاني والثلث يعملون في حالة التبديل إذا هنا كملت التبديل الخطوة الثانية النمط النمط المتزام المعنت القلب الأول هو الذي يستمد إشارة الساعة من إشارة الخارجية إذا وشبه في هذه الحالة يمكنني إشارة ساعة آش وأمر بالعد إذا هذه البابة نربطها بالقلب الأول ومتنسوش تكتبوا لي الاس بهذا القلب الوزن الأضعاف هذه خطوة الثانية هي نمط العداد الغير متزام تلاميذ الأعزاء بعد الخطوة الثانية وشي خطوة ثلاثة خطوة ثلاثة وشي هو النوع لازم تسأل رحك سؤال هل هذا عدد تصعدي أم عدد تنزل الإجابة ونشوف روح المداخل الارغام إذا قلقيت Clear ولا Air فقط معناتها مسح معنات عدد تصعدي إذا قلقيت Air slash P ولا Clear slash Percent معنات يحتاج الشحح معنات عدد تنزل وكلما تلاحظوا هنا أعطى لي Air للمسح فقط إذن هذا العدد وشي هو عدد تصعدي بدورة ناقيصة تلاميذ الأعزاء بعد ما نكملنا خطوة ثلاثة رقم ثلاثة ما هو النوع العدد تسأل رحك سؤال هل هو عدد تنزل أم تنزل بها تعرف الإجابة ونشوف المداخل الارغام إذا قلقيت Air فقط معناتها عدد تصعدي يحتاج المسح إذا قلقيت A slash P ولا Clear slash Percent معناتها يحتاج الشحن فهو عدد تنزل ثم معنا الإجابة وشي كانت Air كان المسح الخارجة عن طريق X50 أو Inet إذن هذا عدد تصعدي بعد ما أرد فيrés هو عدد تصعدي يتابعه طريقة الإيدين التشابه يولد عدد تنازلي والأختلاف عدد تصعدي ظهرون إلى إشارة ساعة لقلّابة إذا إشارة ساعة قلّابة يحوظ في الجبهة النازلة هي جبهة منفية م يجب أن يكون مخرج غير منفية بنفس الطريقة القلّابة الثالث يحوظ في الجبهة المنفية يجب أن تربط بالمخرج غير منفية وهنا تلميذ الأعزاء صممنا عدة تصاعد بدورة كاملة ومتنسوا ما تكتبون لأمس بي ومن أفضل تكتبوا الأرقام هنا وهنا 2 أس صفر وهنا 2 أس واحد وهنا 2 أس ثنين رغم أنه منشح نحتاجها في هذا الثمن إذن هنا كملنا خطوة ثالثة اللي هي النوى تلميذ الأعزاء بعد ما كملنا خطوة ثالثة روح الخطوة رابعة روحك سؤال هل هذا عدة دورة كاملة ولا دورة ناقصة اللي تابع موجودة في المخطط الواضح بما أنه أعطا لي دارة منطقية معنى تها دورة ناقصة وكمكم تلاحظوا كي سيفو كي واحد كي 2 كامل مربوطين دارة توفقية وش نديرو نربطوه بهذه الدارة توفقية إذن كي سيفو نربطوه بالمتحلول كي واحد نربطوه بهذا الشكل وكي 2 نربطوه بهذا الشكل وش بقالنا بقالنا نخرجو هذه دارة المنطقية وش هي إذن هنا ربطنا كل مخارج بهذه الدارة مي هذي الدارة وش هي هيا جتنا ميذي الأعزاء اتفكروا في الجدوى الكرنوش يقعنا أنوش يساوي يقعنا بالليد الأنوش يساوي هنا نفسه كي أر أنوش يساوي كي صفر زيد كي واحد الكل في ماذا؟ في كي اثنين إذن هذه المعادلة المنطقية نجزتها هنا يا هيا تلميذي الأعزاء أول حاجة ناسمو بوبة أور إذن بوبة أور باش مربوطة مربوطة كي صفر و كي واحد إذن هذا خط لول هو كي صفر وهذا كي واحد صحيح ما بين كي صف و كي واحد بدخل الشياء في كي اثنين معنا Tyson ويش نحتاج هنا فيه مرضا ايصل بوبة أين إذن نصبح بوبة أين إذن هذه البوبة أين مدخلها كي اثنين ومدخل الثاني هو المخرج البيو بال��고 أور إذن باش نربط هذه البوبة نربطوها بالكي اثنين والمخرج تاح البوcible اور والمخرج حتى البوبة أين نربطها بالكي ار إذا هذه بوبة شرقة نهايته العد هنا تلميذي الأعزاء كما Guardians كمان ترديد وعرفنا باللي عدت دورها ناقصة. قادنا آخر حاجة واشي هي اللي يلمس. لازم نسأل روحي السؤال ما هو أنه نعلم سهل هو خارجي أم داخلي أو خارجي مع الداخلي. الإجابة وين تكون في المخطط الوظيفي. كمان كم تلاحظوا هنا كين مسح خارجي إما عن طريق اكس خمسين أو عن طريق اينيت. إذا نش نديرو. أول حاجة ما داخل الإرغام. مش تقلبهم كتلة واحدة ولا نقطة مشتركة. هذا ما داخل الإرغام. مش كون تحكم فيهم. ما خرج البوابة إما مسح عن طريق اكس خمسين أو عن اينيت. وبهذه البوابة توافق ما داخل الإرغام لي يمشوا بمستوى الأدنى. هذه البوابة لازم تكون سيفر. هنا كماننا المسح. ما شاكما تلاحظوا ببريسيت بريسيت بريسيت كامل نشطو بالمستوى الأدنى. وش لازمنا؟ لازمنا نديزاكتيفهم في العددات التصويت. إذا هذين نديزاكتيفيها. وهذه نديزاكتيفيها. وهذه نديزاكتيفيها. وهنا تناميذ الأعيزة. كماننا خطوة الاخيرة رقم خمسة وفي نص الوقت كملنا تمارينا رقم أربعة كيم لك ترديد مشفار وهنا تناميذ الأعزاء وصلنا لنهاية الحصة ومقاعدة ينقل لكم غير سلام شكرا لكم